طلبت منه انه هو ينزع قميصه عشان تعالجه اندهش بس نزع قميصه جشو حمر وسرينكس بص عليه وعينها بتلمع وبتفكر عرى الرغم انه هو شرير ويتعذب كتير في حياته بس عنده مهيزات تانية كتير عموما انا في الامان هايم ده الخروف لطيف في الصبح وشرير ما بيرحمش بالليل رجعت لكم منهة جديدة يلا بينا نبدأ سرينكس صانعت مجوهرات جير شرعية اتجسزت في رواية خيالية قريتها في حياتها الاولى بس رغم كده اتقلمت بسرعة جدا لان حياتها الجديدة كانت مذهلة ورائعة وتعودت على حياتها وكان عندها متجر في الزقاق الخالفي في العالم السفلي المتقسم لخمس مناطق والزقاق اللي هي كانت عايشة فيه هو شارع للامور اسمه كاع المدينة وكانت عايشة عادي بتزور المجوهرات وتبيحها بشكل مش قانوني بس كانت عايشة بهدوء بس فجأة حياتها بدأت تاخد مصار مش مرغوب فيه لما لقيت من سنتين شخص منهار قدام بيتها وكشعور انساني استخدمت سحر خفيف لعلاج الشخص ده بس اتعالج الشخص ده بالكامل وما تعرفش ايه اللي حصل بعد كده باعت كل شوية بتلاقي ناس منهارة قدام باب بيتها بس الحصن الحظة لما بدأت ترفض علاج الناس دي قال له كتير بس احيانا لسه في ناس بتيجي بس بسبب الناس دي باعت عاطلة عن عملها الاصلي كمزورة مجوهرات وفي مرة راحت راحت اتعامل لمدة ثلاث شهور ولما رجعت لقيت حد واقف قدام باب بيتها بيخبط وشايل حد منهار ومصاب اتعصبت وقالت ايه الجنون ده هم شايفيني عندي جمعية خيرية ووقفت عند بيت جرها علشان ما يشوفهاش الرجل ده هيك عليها جرها أندرو صاحب الحنة لجنبها وقال لها واضح ان جالك ديه في مرة تانية مجرد مرجعتي ضدف ده رقم كام ردت عليه رقم 6 ده هيك أندرو قال لها ليه ما تغيريش وظيفتك وتعالجي الناس هتبقي غنية قالت له انت مجنون انا لو اتمسكت هتعدم انت عارف ان انا ما ينفعش اكون معالج من غير ما كون نسجده في المعبض الله خلاص ما تتعصبيش هتعملي افضول باصت لقيت المريض على الارض واللي كان مسكه قاعد جنبه وبينام انا عارف انك كده كده هتعالجي وراح علا صوته جامد وهرب اتعصبت بس ملحقتش تعمل حاجة جالها الراجل اللي كان شاير المريض وسألها انت صاحبة البيت انا اسمي اللاقس الشخص اللي هناك ده مهم عايزك تعالجيه بس قبل ما تتكلم سيرينكس وتعارض قال لها شكرا على لطفك وجيري من كده حتى ما يدخلوا البيت اتعصبت بس ملقيتش فايدة من عصبيتها وراحت تشوف المريض قربت منه وحطت المصباح جنبه علشان تشوف الجرحة بتاعه بس اول ما شافت وشه تصدمت وقالت ايدها ازاي هو واسين كده بس ثانية واحدة الشعر ده هو ده مش هايمدر ويسبيرجو احد الابطال الزكور في الرواية وبرضو اقوى شرير فيها فتح هايمدر عين وحاول يتكلم معيها بس ما كانتش سمعيها حاول يمسك ايدها بس هي خافت وبعدت ايده على طول وداست برجليه على ايده بصلها وبتساملها واغمع عليه تاني قالت ايه الروع بده؟ انت ايه اللي جابك لبيتي بالزيت عشان تتعالج؟ انت اكتر الشخص ما يفعش قابله وفتكرت سرينكس الرواية الرواية جات عبارة عن جزئين كل جزء بطلة بطلة الجزء الاول بتموت وبطلة الجزء التاني بنت عمها اللي كانت حزينة على فقدان شخص عزيز عليها ومن كدر حزنها يعيني بتقيم علاقات مع احباء بنت عمها اللي ماتت كلهم وبعطى صنيف الرواية بلاس اتين معادة واحد بس هو الوحيد من ابطال الجزء التاني اللي ما كانش بيحبها كان بيكرهها جدا كان بيقول لها انها السبب في موت بنت عمها بس الحقيقة سبب كرهو ليها هو والدها لان والدها هو اللي دمر عيلته وخطفه هو واخوه هو صغير وقتل اخوه كمان وبع هايمدال لتجار البشر واستولى على ممتلكات عيلته بالكامل عاش معانا وهو صغير وبعالة انتقام لما كبر وبجه كرهو كله لتبطل وعيلتها وفضل لحد نهاية الرواية من جرحوب وهو شرير الرواية وفي الاخر اتقتل بصت تاني على وشه وقالت يخسرت وشك الوسيم بس اللي زيك بيجيبه المشاكل وقامت حطت عليه بطانية وثابته في الشارع وقالت له خليك كده لو فضلت عايش للصبح بقى عالجك ودخلت بيتها وقفرت البيب وتاني يوم الصبح لقيته لسا عيش فجابت اندرو جرها وشالوه ودخلوا البيت وحطوه على الكلبة قال لها جرها كل اللي انت عليكتيهم مناسبهم عليها جدا ايه رأيك لو اعتزلت تزوير المجوهرات وتجوزت حد منهم مش انقصت المرة اللي فاتت رئيس نقابة الاختيالات اتنهدت سرينكس وقالت له كانت سيدة قال لها طب المقرد الشرس المشهور بيمتلاكه المليار في الحي التاني انت عليكتيه صح بصت له وردت برضو سيدة طب عربيته النبلاء اللي جات قدام بيتك قبل كده عطعت وقالت له برضو سيدة وقبل ما تقول حاجة تانية كل اللي عليكتم كانوا سيدات قال لها حتى الفارس حسيت راسها ايوة بصي لها وعينه بتلمع قايت له انسة مش هقدمك ليهم لانه مع الاسف وما بيحبوا الاشخاص الواسمين فاكيد مش هتعجبهم احبط وقال لها لازم تكوني حسة بالاسف علي بس بصي للجانب المشرك اللي جه المراضي ده رجل بصت له سرينكس قال لها خلاص انا ماشي بصت سرينكس على جرها هايمدل لقيته خف بنسبة كبيرة جدا حاولت تشوف معاها أسلحة ولا لأ عشان ما يهاجمهاش لما يصحى أول مقربت منه لقيته صحي وفتحينه وخرج نظرته من جيبه وقال لها بكل براءة وفيه جرح شايق جسمه ولا كإن في حاجة انت مين ردت سرينكس انا رقيتك قدام باب البيت مبارح وفكرت وطلت وجه وسانتك لحيتي مسك كتفها جامد وقال لها انت عملت فيها ايه اتوترت وقالت له ايه انا ما عملتش حاجة انا كنت تعبانة مبارح في سبتك قدام باب البيت لحد الصبح ولسا ندخلك وبالمناسبة انا كنت في وجاني من مسكتك اتكسف هايمدل قوي وبعد عنها بسرعة واعتذر لها طلبت منه انه هو ينزع قميصه عشان تعالجه اندهش بس نزع قميصه والش حمر وسرينكس بصة عليه وعينها بتلمع وبتفكر على الرغم انه هو شرير ويتعذب كتير في حياته بس عنده مهيزات تانية كتير عموما انا في الامان هايمدل خروف لطيف في الصبح وشرير ما بيرحمش بالليل الكراء كان بيسموه جيكل واهايد لانه زي بالزبط عنده شخصية مزدوجة السبب اللي مخليني مش عايزة اتورد معاه هي شخصيته بالليل بعد ما شل قميصه قربت منه عشان تشوف الجرح فكرت عنده جسم جميل اوي لاحظها يمدل نظرتها وقال لها هو انت مش قريبة مني اوي لما لقيته مكسوف حابت تدايقه ردت هو مش الاطباء لازم يكونوا جنب المرضى سكت وودع عينه بعيد وغطى جسمه مسكت جوهارة وحطت فيها سحر وشافت جرحه اندهشت لما جرحه تعالج وسألها انت معالجة قلت له لأ انت فكرني مجنونة انت نسيت اللي بيعملوه بالمعالج اللي مجال رخصة هموت لو عملت كده وبالمناسبة مش المعالج بس اللي بيموت لأ اللي تعالج برضو بتقطع لسانه يعني بتهدده لعشان ما يتكلمش وفتكر التفاصيل الرواية معابد الانتباط هو المعابد الوحيد اللي اتقن النوع ده من السحر واحتكره هم عبارة عن مجموعة كهنة متخصصين في السحر والكتال هي عائلة المركيز فورستي اعظم عائلة في الامبراطورية في الجزء الاول كان مهووز بالبطلة علشان كوتها العلاجية ولما ماتت اكتسبت بنت عمها كوة علاجية عظيمة فهو صراح نحيتها ومش هو بس كوتها دي كانت السبب اللي خلت كل الأبطاط بيجروا وراها بالنسبة لي الكوة دي مش مفيدة انا باستخدم السحر العلاجي عن طريق الجواهر ودي كوة نادرة جدا ولو اتقبض علي وانا باستخدمها اكيد هموت بعد ما خلصت علاجها يمدل سألته انت بقيت كويس صح وفتحت باب البيت يلا بقى باي باي اللي هاي بحالت دي والطريق هعرفه ازاي ردت عليه انت بقيت كويس والطريق هتعرفه لوحدك وراحت زقته وخرجته وقفلت الباب وراء وفتكرت انها كده خلصت منه بس ما كانتش تعرف انها هتقابله بعد كام يوم بس لأ وكمان مش شخصية الكيوت لأ شخصية الشرير الرئيسي في يوم بعد ما خلصت مهمة صعبة وراجع البيت اعترض طريقها واحد شغال في انقابل الظلام اسمه ترش حاول ترش ده قبل كده ان هو ينصب عليها وهي كشفته ومن ساعتها بيحاول ينتقم منها حاول يهجم عليها ويضايقها لان في اليوم ده بيكونش موجود في حراس في المكان بس سرينكس كانت عاملة حسابها وجايبة معها جواهر عشان تستخدمها كقوة هجومية استفزته علشان يهجم عليها الأول فاتفعل سحرها بس لما جه يهجم عليها ظهر هايم دل من وراء وضربه وقال لها على الرغم انك مش في مشكلة كبيرة بس وجودك في الشارع ده مزعج جدا استغربت سرينكس من ظهوره ورح رفع شعاره وقال لها ايوتها الفتاة مرحبا سيكتت سرينكس وما كانتش عارفة ترد قرب منها وشال نظرته وسألها انت ايه اللي جابك في الشارع ده لو قلت الحقيقة مش هقتلك خافت سرينكس وفكرت خطير جدا بدل عيونه الزرقة دي عيونه حمراء شبه الدم انا امري كده انتهى وافتكرت مقطع من الرواية لما قال للبطلح حتى لو دتيني كل فلوس العالم مش مهم كل اللي عايز هو ورقبتك بس وقالت لنفسها ايوة صح شخصية الرجل ده مجنونة حقيه بالليل قرب وشه منها وقال لها سكتة ليه زي ما قلتلك مش عايز كد بس ده غريب جدا نظراتك بتقول لي انك تعرفيني بس هو لا ليه مش فاكرك وهو بيتكلم معيها فيه سيفة رامع ليه من ظهره صده هايم دال وترع ترشه وزميله ومسكه وبصل سرينكس وقال لها اللعن عليكي انا مش حسيبك ومش حنسى اللي انت عملتيه استغربت سرينكس وقالت له انا قصدك انا هو انرى ضربتك هو اللي ضربك مش انا رده بعصبية انت فاكرا اني مش عارف انت سحرتيه وحررتيه على اختيالي انا هدفعك التمن مقبل اللي انت عملتقي ردت عليه عموما حتى لو كده انت مش عادة ترتمسني سواء كنت مصاب ولا لأ بس عموما اتمنى ان انت تعمل كده قبل ما موت خده المساعد بتاعه وقال له يلا نمشي قبل ما حد ييجي ومشي وما تبقاش غير هايم دال وسرينكس بصلت له وفكرت حتى لو صرخت محدش هيجي خرج سكينة وقال لها انا عارف انت بتفكري في ايه ومش هسألك عن اسمك وقرب منها ووجه السكينة ناحيتها وكمل في الواقع انا عايش مستخبة في القذبكة علشان كده فرصة مقابلتي للناس قليلة جدا فازاي بقى انت عارفاني عايز ندخل البيت ونتكلم عن دبراحتنا خالص ايه رأيك دخلت سرينكس بيتها معها يمتل وقايد ايدها واقع على راكورسي واقعدة هي على الارض وسألها ها مش هتقوليلي عارفتيني منين حكيت له السرينكس اللي حصل قال لها قصدك ان انت انقصتيني كنت مستغرب ان انا بخير حتى بعد ما هاجمني الراجل ده وسيدات رع كله بسببك وقصت له فكرت ايوة يا واغد بص بتعملني ازاي بعد ما عليكتك وايه الهدوء اللي انت عايز تتكلم به وانت مقيدني كده الراجل اللي انت بتقول عليه اكيد معلمك انا فاكرة في الرواية ان فيه شخص اخلاك شرير مثالي وده كان معلمه واضح انه رسا عايش قالت له انا كده قلت لك كل حاجة زي ما طلط مش هتسيبني بقى وبالمناسبة مش مشكلة لو انت مقلت ليش شكرا قال لها ايه ده انت مش متضايقة حتى في حالتك المزرية دي ردت عليه الحالة دي مش اول مرة تحصل لي بما اني بعيش في مكان زي ده اختطاف ابتزاز وعنف كل المتعودة على ده هيا بقى ايه دي بقى تواجعاني مش هتفك الحبل قال لها انت بتتكلمك انك واسك ان انا مش هقتلك قرب منها وكمل صحيت من كاميون كان فيه عنوان غريب على الترابيزة في قطي انا فضولي حوالين ده جدا قالت سرينكس نفسها سواء الصبح ولا بالليل انت دايما راجل زكي شخصية هايم ده للصبح وشخصيته بالليل مش بيفتكر بعض ولا اللي عملته الشخصية التانية وكمان في الرواية كان مكتوب ان شخصيته الليلية مهوسة جدا بحاجة هو نفسه مش عارفها مقابلتي الهايم ده للنهار ده مش صدفة هو الايام اللي فاتت فدري يدور عليها في الشوارع اللي حوالي منطقة واضح انه مهتم بيا بس بتصرف كده ليه مدام كده كده مش هيقتلني خرج هايم ده للسكينة ورح جراح ايده جامد وقال لها ها تقدري تتعاملي مع الجرح ده بصت له وفكرت مجنون قايت له على مهارتي غالية جدا على فكرة رد عليها اعتقد ان الاوان فات على ده علجته سرينكس بص هايم ده على ايده بعد ما تعالجت وفي عينه نظر اتهوسه جنون وقال يبقى حقيه اللي انت عملتين قرب منها وقال لها ده ممتع جدا لأول مرة شوف واحدة مش بتخاف مني وبتترعب من تهديدي ردت عليه قلت لك في كتير زيك قال لها بس لما اجي فكر في موضوع دي المرة الاولى لان كل اللي تكلمت معاهم ماتوا وبتسم لها ها ايه رأيك بصت له في عينه وقالت له تمام لو حتقتني عملها وخلاص كده كده واضح انك مش الشخص اللي بتتردد في القتل بس خلي بالك في حاجة ورح تفكت الحبل اللي كان على ايدها انا مش خصم سهل عندها شهايم دل وهجمته بسحرها حاول يهجم عليها بص قلقت تعويزة وتشلت حركته قربت منه اخدت السكينة منه ودحكت له بتهديد ورح تقايت له ها ايه رأيك في وضعك دلوقتي قال لها انت عملت فيها ايه ربطته وقايت له ببقى اني معالجة غير قانونية اكيدة عندي حيال زي دي علشان احمي نفسي عن الرغم كان صعب شوية ببقى اني بستعمله لأول مرة على الجنس الآخر السكينة تعويزة خسر الرجال بس سألها انت عملت فيها ايه دلوقتي دي حكت له حطلك صراحك الصبح ما تخافش قال لها انت قضي عواقب اللي انت عملت ردت عليه التعويزة هتفضل مكونة لحد ما انا شيلها ايه رأيك اسيبها شهر سكت وكملت علشان كده ابقى لعب في مكان تاني قال لها مش حنسى اللي انت عملت به قالت له بجد انت بدأت من دلوقتي تشيل مني رد عليها بالعكس بس الافضل انك تتأكدي ان سحرك دائم وهي بتتكلم معي راحت عينها على قميسو وهو فتح الازرار وبصيت وكانت مبسوطة وحاسة بالرضا استغرب تعبيرها وسألها بس هي التعويزة دي انت قلتي فيها ايه ردت قلت اجلس اتنرفس وتعصب وحاسة انها بتعمله زي الكلب دخلت قضيتها وقايت له انا حنايم تسبح على خير ابقى شوفك بكرة تاني يوم الصبح وقفت سرينكس قدامه وهو نايم لاحظ وجدها وفتحينه الاول ما استوعبشه وبعد كده صرخ بصوت عالي وقاعد يدور عن نضارته لبسته سرينكس النضارة وصلها ووشه ابيض وقرق وقال لها انا في الليل عمالت حاجة لما شافته سرينكس متوتر وخايف حابت تلعب بيه بس ما تعرفش ان لعبها ده هيقلب عليها ردت عليه معرفش ممكن تكون هجمت علي اندهش وقال لها انا ركع على الارض وقاعد يعايت ويقول لها انا اسف استدمت سرينكس مردت فعل وقالت نفسها ايه ده هو بيعايت ليه ما كنتش متوقعة ده بس ده مسهل جدا زي ما توقعت هو حقيق راجل بيعمل بصر حتى وهو بيعايت وسيم قال لها هايمدل وهو بيعايت انا هتحمل المسئولية خرجت سرينكس من تفكيرها في جميله على طول وقالت له ايه قال لها بصوت عالي اسمحيلي انا هتحمل المسئولية اللي حصل باي طريقة سألته هتتحملها ازاي والشح مره بعد عينه وقال لها احنا اللي اتنين حفل زفاف اعتعته سرينكس انها ما استحملتش اكتر من كده وقالت له خلاص كفاية كده انا كنت بهزر اندهش هايمدل انها كنت بتضحك عليه قعدت سرينكس تضحك وتفكر هو ده بجد نفس الشخص بتاعي مبارح انا كنت عارفة ان الشخصيتين مختلفتين بس ده بجد مفاجئ جدا سألها هايمدل هو ليه مقيد فقالت له سرينكس ان الشخصية الليلية حاول التهاجمها بخينجر اتعصب هايمدل من شخصيته التانية وسألها سكانة تتأذت ردت عليه فيه ثلاث انواع من البشر في المناطق المظلمة دي ما يفعش ان نقتصق فيهم ابدا الاطفال والنساء وكبر السن لان معنى ان هم مفضلوا عايشين في الاماكن الخطيرة دي وما متوش اكيد لان عندهم بطاقات من الظهرنها فمتستخفش بيهم لانهم الاخطر فالصدر هايمدل بنظرة جدية وعينه بتلمع وكرت سرينكس انا مكنتش عايزة تباها يعني انا بس كنت عايزة اقول له ان انا عندي مواهب بس هو بيبصري كده ليه قال لها بندفع لو كده ممكن تساعديني مرة واحدة بس قلت له بانتهاش ليه رد عليها انا عارف كويس قوي انا قد ايه وقع دلوقتي بس في الحقيقة ما عنديش اي مكان تاني هعمل اي حاجة لو ساعدتيني وقعد يترجوها قلت له استنى استنى فكرت ايه دي يا سرينكس انا عارفة ان هو امر مدهش جدا ان انا شوفه محرق كده بس هتكون مشكلة كبيرة جدا لو وقعته في حب وشه قلت له حسمعك الاول بس ما تجيش هنا الا لتلقى العلاق بالذات ان مش عايزة اتورط معيك قال لها هايندل الموضوع ليه علاقة بالليل انا لا قلتلك ممكن تقدري تفهميني بصي في الارض وكمل انا وهو مش فاكرين بعض رغم ان سرينكس عارفة بس بيانيت انها تفجأت قال لها بالليل هو بيخطط لحاجة انا مخمن هو بيعمل كده ليه وبيعمل ايه وبحاول امنعه سألته هو دالي علاقة بشكلك لما جيت قدام بيتي وانت مجروح او بالمناسبة كان في حد يجيبك وانت مغمى عليك انت عارف هو مين هو قال لي ان في حد امر ان هو يجيبك ليا قال لها اللي امر هو شخص احدانة بيا الوقت طويل جدا الشخص ده هو قطعته سرينكس وقربت منه وقعت له بس كفايا كده مش محتاج تقول لي لانها ما كانتش عايز تتورط معي اكتر من كده في اسراره اتأثر وسأله هو مكسوف ووشه احمر هو فضيع قوي قصدي مظهري انت قلت انك مش عايز تتورطي معايا انتهشت سرينكس من كلام وفتحت بقها من الصدمة ومش تقعي الكلام تقوله كامل هايمدل بصراحة انا كنت متضايق شوية انا عارف ان ده مش الموضوع اللي مفروض اتكادم فيه وقال لها بس انا مش فضيع من نواحي كتير قوي يعني كاملت سرينكس صدمتها وقالت له ايه كامل هايمدل انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا انا اسف بجد وقرب منها بس ممكن لو تم إلقائي هنا مرة تانية تعالجيني هعمل لك اي حاجة في المقابل حطت ايدها على بقه وقالت له وما ينفعش تقول كلام زي ده هنا لازم تكون اكتر حضرا من كده في كلامك الزاد في الزقاك الخلفي وراحت حطت ايدها على قميسه ايه اللي حيحصل لو حد طلب منك فجأة شيء مميز احمر وشه جدا وصرخ صرخصة ومتوفكر شيء مميز كملت هتعمل ايه لو طلبت منك كل حاجة هتعوضني بجسدك بعيد عنها بسرعة اول ما سمع وقال لها انا قصدي انت عايز عمالة انا كويس جدا في الشغل ردت عليه بس مش باين خادص من قصدتك والشح مر وتحرج لان كلامها صح قايت له في حاجة كتير قوي سيئة بتحصل هنا وقالت نفسها في الرواية كان مرجح انه حيتم بيعه كعبد بدر الدين في المقاطعة الخمسة بس اكيد شخصيته الليلية مش من النوع اللي حيتم اختطافها بس طبعا الرجل ده اللي جرد تجربة رعوضية في طفولته ما سابش المنطقة وحرقها بالكامل المفروض تبقى ان الرواية ده هيحصل بعد ثلاث سنين هيحرق سوء الرقيق بالكامل وحيحرق تجار العبيد احياء قايت له ماشي هبطل ادايقك انا موافقة هعمل اللي انت عايزه فرح قوي وقال لها بجد قلت نفسها في الحقيقة عندي هدف مهم جدا هو ان انا دور على جوهرة مميزة اي حاجة تانية جر كده مش مهمة كده كده لما تبدأ الجزء التاني من الرواية كل شخصية من شخصات الرئاسية هتلعب دورها والشخصيات الاضافية اللي زي مش هيلاحزة حد فمش مهمة اوي قال لها هايندل شكرا جدا بصراحة ما كنتش متوقعة ان انت توافقي قالت نفسها زي متوقعت انت سريع البديهة واكيد قريب جدا برضو هتدرك ان واحدة من نقاط قوتك قوت التعافي الزاتي انا بس هكون مجموعة الاسعافات الاولية الفترة من الوقت كده كده مش هتغير سرد القصة لما عالجك مرة ولا مرتين لانه بعد وقت قليل اوي هينسى كل حاجة بعد حدثة كبيرة ومروعة وبسببها هيكون الشرير الرئيسي شكرا هايندل قالت له ده مش مجيني انت هتعمل ايه في مقابل مساعدتي رد عليها مش بتابهها بس الزكائي مش سيء خالص طبعا سرينكس عارفة ده لانه افضل شخص في التفكير في الرواية سواء في الجزء الاول او التاني بس اكمل بسرعة انا كمان كويس جدا في الطهي وعندي برضو فلوس كتير قوي ده حكت له وقالت له اعمل ايه انا برضو عندي فلوس كتير ومش محتاجة الطهي لاني باكل عند اندرو جوري واكله ارخيص كمان قربت منه زكائك ومظهرك فكرت انت زي الكيكا اللي منفعش كلها وقبل ما تكمل قطحها هايمدل وقال لها المحاسبة كل الاوراق المتجمعها هناك دي هحلها ده غير ان عملية الضرب دي غلط قلت له انت قادر تشوف الكتابة من بعيد كده طب ليه لابسنا الدورة سكيته ما تكلمش قلت له مش مهم وراحت للوراق اللي قال انها حسبة فيها غلط قال لها لمعطاك ان انت بيترقب السوق وده باية من الارقام والاحجام بس هي فيها ترتيبات كتيرة قوي غلط وحسابات كتيرة كمان غلط اتنرفزت من النقدر حساباتها وجعادت الوراقة واقنعها ان هو يقدر يكون سكرتيرها والمحاسب عندها بسط له بنظر تشك وهو بيبصلها بنظر قيوت وقال لها اوعيدك ان انا هشتغل جامعة وكويس جدا كمان فكرت اعتقد انها مش هتكون مش كده كبيرة قوي يعني كده كده مش هنشوف بعض الفترة طويلة سألته طب هنعمل ايه بالليل انا مش عايزة انها اتعرض للطعن كل ليلة قال لها بكل براءة خلاص تقدر ان انت تفقدين الوعي اضربيني بالقلاية ده هيكون رائع جدا واعملي فيه اللي انت عايزي فكرت هو ده مش نفس جسمك برضو بس وفقت وقالت له ماشي هعالجك بس في الصبح بس فرح اوي هيمدل وقال لها اوعيدك مش هيكون فيه مشاكل بس كده عايدة ملحقش ترتاح جيب الليل هيمدل جسم كله مجروح وواقع قدام بيتها وقالت نفسها هو ده مش شكل شفته كتير الفترة اللي فاتت عاتت جنبه على الارض وقايت له بسخرية يا جاروي انت ليه جيت هنا المراضي انت مش عارف ان خدماتي غالية جدا رد عليها وهو بيتكلم بالعافية الاحسن انك تبطل النغمة السخيرة دي دلوقتي يا سيدتي ردت اسفة بس هو قال لي ان اقدر افكدك الوعي رد عليها ده كلام فارغ قايت له كلام فارغ ايه ده قال لي ان اضربك بالقالية لأ وكمان رشح لي قالية معينة ضحك وبعد كده بصلها بتهديد انت حقيقة تعملي كده قالت نفسها واو لو لمسته مش حيسبني في حالي مش هتضر من توخي الحذر قايت له بص الحالتك دي اللي افضل انت تقول لي حالتك انت ازاي لسه عايش تمزق جروح تعنات حروق ده بجد امر مدهش جدا انك لسه عايش بعد ما اتضربت كده اندهش من كلمة الضرب وتعصب وبصيلها بحدة وقال لها يا انسة الكلمة الاكتر تعبير في الاوقات دي مش كلمة الضرب هي كلمة اتعرضت للقتل انا ما اعتقدش ان انا اتعرضت للضرب قبل كده اتراجعت وقايت له بحالتك دي هو ده التفكير المنطقي اي حد هيفكر كده وكمل اعتقد ان الشخص العادي حيسأل اتعانت فين لو بصيتي لشخصيتي هتعرف اني مش من نوع اللي بيتضرب جد ترد وقالت له هو قال لصبح قطحة وقالها هو بس بيخمن انا بعمل ايه بس هو ما يعرفش حاجة عني اساسا انتي اساسا كمان تعرفي عني اي حاجة عسد سرينكس بالخطر وقالت انا دست على دير الحصوم ايطلب عصبية هي دي الطريقة اللي انت بتطلب بيها مساعدتي واستخدمت تعويزة الاغضاع اللي طبقتها عليه اليوم اللي قبله وكملت انا انقصت حياتك قبل كده برضو انت مرتاح معايا عشان بعالجك بسهولة طرية الكلام دي مش طرية شخص النجف فضلي انت فاكر ان انا ما عنديش حاجة عاملها غيرك انت المفروض تنحنيلي وانت حتى مش اكرتنيش وايوة انا عارفة نوع كويس اوي انت شخص يقدر يتعاون مع اقاتل متسلسل عشان هدفه وشخص ممكن يطعم بابا ومامته في ظهرهم لو الامر ضروري وانت محتاجني علشان كده مش حسن تباين كرهتك ليا بالذات النهاردة وقربت منه انت كده كده مش هتقذيني لانك عايز تتعيلك ايه رأيك انت مش عايز تموت دلوقتي صح؟ وخرجت حبل من جيبها ومسكت ايده سألها انت بتعملي ايه قالت له بربوتك انا برضو كويسة جدا فربت الحيوانات ايها الشرير الغبيل قال لها تكملي كلامنا وعايزة تموتي بعتت عنه وغيرت تعبير وشها وبصيت له من نظر قيطه براء وقالت له ها كده مش هموت؟ بصلها وضغط على سنان وجامد وكان متعصب قوي من استفزازها وكملت بس حقيه لو هتستخدم قبضتك القوية دي علي انا الضعيفة قوي هعايز بصوت عالي ماشي؟ وكملت بتأثر كأنها خايفة هعمل ايه ساعدها لو من كتر خوفي استخدمت السحر الغارة ورميتك في النهر وانت مقيد كده مش هتعرف تخرج من قاع النهر قال لها سيدتي انت اكتر لطفا من لانا كنت معتقده قالت له اه لطيفة زيك بالضبط لما هدتني بالسكينة قرب منها وقال لها انت مش خايفة بعدت عنه وقالت له اعتقد انك هتحبيني لو انا خايفة هو انت منحرف؟ لا خلاص خسرت وسكت وطحة فضلت تعجب المجوهرات كوهرة ولا جوهرة من كتر الجروح الكتير اللي فيه وفكرت انت ازاي متحمل الانام ده كله قرب منها وهي بتعالجه وقال لها لما اجي افكر في الموضوع واضح انك كنت عايشة حياة كويسة جدا اكيدة عندك ظروف خاصة صح؟ عادة بيكون اللي بيتجول في الاماكن دي حد من اتنين يما ضحية مر بأشياء مقلمة يما مجرم بيعاني من الزنب وقرب منه الشهجامد خلينا نشوف كده من عينك انت حاسة بالزنب الجروح اللي فيها دي يما مرتي بيها يما مر بيها حد حواليك ردت علي انا مش هنكورة جاوب قال لها اسف ان انا اقول لك كده بس كل حاجة باينة على وشك اتجه لده سرينكس وخلصت الهلاج وكانت عارفة انه رغم انه هو تعالج بس لسه قويته الكساتية والارهاق هيدعفوه فديته خيارين يما ينام مقيد او يدخل معاها ويقطع وعد انه ما يقربش منها وما يسببش فوضى في الاول سكت ولما لقاها ماشية ما كانش قدامه حل جال انه هو يقطع لها قالت له ما فيه شروط معينة سألها هو حص النية من اجر تمن انت عايزان اصدق قايت له انت فاكر الناس كلها زيك عموما ماشي لو بعايز سراء ايه سبب ما عنديش مشكلة اولا زي ما قلت انا شخص عانى من قلم كبير ثانيا عندي اخين اصغر مني من ساعة ما اخي الواسيمة صف عينه مش بقدر اشوف شخص مصاب من غير معالجه كده خلصنا من الشرح دلوقتي دور الشروط عشان تدخل بيتي خرجت جوهرة وقايت له اقسم على الجوهرة دي وقل ورايا اقسم ان انا هعيش كويس من دلوقتي قال لها اقول لي بشكل صحيح بدل ما انت عملت الكريم بالهراء قالت له ايه ده هو انت مشتغلش الكلام ده عليك ماشي والورايا الليه لما تتصرف ضد قراطة سرينكس لازم تدفع التمن قال لي نفسه اسمك سرينكس لانه هو ما كانش يعرف اسمها وبعد كده ردت وراها بعد ما خلص سألها هوانا لما نفستش الوعد ده ايه اللي هيحصل لي قالت له ولا حاجة هتكايت بالسلاسة بس كده دخلوا بيتها وقالت له ان هو يستريح على الكنبة حاول يغريها وقال لها انت هتمشي اتمنى انت تكوني جنبي لاني حاسس بالحرارة بصيت له باستنكار وقالت له انا لو ما كانك حبط لهرق ده واروح استريح بعد كده دخل عليها عميل وقفت تستقبله وغيرت تعبيرها 180 درجة وقالت له احبك ايها العميل عد وقت طويب من ساعة ما شفتك اساعدك ازاي اول ما شافها هايم ده الاندهش وقعد يضحك بصيت له بحده في سكت قال لها العميل تحياتك الفخمة زي ما هي ورق لها كيس وسلمه لها وإيده بتتراش استغربت سرينكس انه هو متوتر اخدتها منه وقايت له وعايزت تمن بالعملات الزهبية زي العادة قال لها مش مهم مهم بس بسرعة اتوسل اليك بسرعة اديت المبلغ وهي شكف تصرفه لانه اول مرة يعمل كده وقبل ما يمشي قال لها المفروض ما قلش كده بس كوني حذرة ومش بسرعة ما فهمتش سرينكس هو قصده ايه بالزلط واخدت الجواهر تفحصها قال لها هايم ده الهوانت بتستقبلي عملاء وراب قوي كده ده كان متوتر قوي ردت انا برضو مستغربة لانه هو عادة مش كده قال لها بس ايه هو الوجه ده طريقتك مع العملاء مختلفة تماما قالت له ليه انت فكرني هعمله زي ما بعملك تعصب ورحطت رجله على الترابيزة اللي بتشتغل عليها علشان يضايقها طنشيته وقعت تشوف الجواهر لما لقاها مش معبراء فضلت بصص لها لحظت نصرته ها بتشتغل وفكرت انا حاسة ان انا جبت معايا في بيتي كنت اضل سألها انت بتعملي ايه قالت له انت بتسأل لي فجأة بقيت مهتم بيا دحك وقال له عرفتي ازاي طب لو انا مهتم بيك ها هتجيلي والش ده بيتباع بسارة عليه قوي وحاول يجريها والشاح مر شوية ورح بعد كده شد زرار من زرار قميسه وكمل واللجزت هو لزوئك والشاح مر كله وبعد كده قعدت تهيزي راسها جامعة وتقولي نفسها فوقي فوقي وسيطري على نفسك قايت له ما تتكلمش معايا لحد الصبح ورجعت تشتغل تاني قال لها انت عاملة زي رب واسرة موصوك فيه مش هيتم اغرقه ابدا طنشته ورجعت تكشف على الجواهر تاني غلب ها هيم دا للتعب ونام وسرينكس بتفحص الجواهر اللاقات جوهرة نقائها عالي جدا وكانت فرحانة قوي الجواهر الخاصة لزي دي بتتميز بالكواة السحرية ودي كدرة فريدة جدا اللي عالتها بيتولدوا بيها بس دلوقتي بقتها الوحيدة المتبقية من عالتها بس الكواة دي خلت حياتها مذهلة فجأة لقيت ها هيم دا القام ووقف اندهشت بس طنشته ورجعت تشوف بقية الجواهر حطت قيدها في الكيس بس خرجت عجد رميته بسرعة من قيدها وقالت ايه دا خرج هايم دا للسكينة من جيب وقال لها ان هما محاصرين ردت عليه اكيد بسوا بالعجد دا دا مسروق الجوهرة دي بتدور عليها الامبراطورية كلها بالذات لو كانت جوهرة بتخص العيلة الملكة اللي برضو دول اكيد فرسانهم وجمعت كل مجوهرتها وقالت لو ممشتش معايا تقبط عليك هنا ورحت شدته من دراعه قال لها بس انت مقتلش هنروح فين فتحت باب سري بيوديها الجرهة قال لها اندرو هو حصل كده مرة تانية قلت له دا العادي ادها اكل عشان تعرف تهرب بيه وادها معلومات عن منطقة رحها مشت في الاتجاه اللي قال علي اندرو وفيدل هايم دا الماشي وراها قال لها استني لحظة وكان تعبان بسط عليه واستغربت لانه هو فيدل معها لانها كانت فاكر انه هو هيهرب مجرد ما يخرجه من عند اندرو بس مع ذلك فيدل يتابحها رغم جسمه انه محتاج راحة لمدة 3 يام على الاقل قرب منها وشبك ايده في ايدها وقال لها رحلة الهروب دي كويسة بس احنا ليه بنهرب مشان ما فردتو قوليلي انا احمق مش قادر يتغلب على فضوله قلت له فيه جوهرة مسرقة قال لها دا بس دا سبب هروبك اكيد شخص زيك بيبيع مجوهرات بشكل مش قانوني عارف المساودة من الخطر ردت عليه انه فخة منصب لها وشالت ايدها من ايده وشرحت له ان الجوهرة دي افضل جوهرة بقالها 120 سنة قدوها الامبراطور لاخته لما اتجوزت وبقت ارث العالة كنت امانتي محدش عارف عنها حاجة بس من قريب اعلن كنت امانتي انها مفقودة والشخص اللي سنمها لي كان خايف على عكس العادة هو اتعرض للتهديد من شخص بيكرهني تورش تورش هو اللي عمل كده اللي انت ضربته قبل كده قال لها مين ده انا بضرب ناس كتير قوي قلت له بعيد عن حياتك اليومية المجنونة دي ده اللي انت ضربته قدام بيتي لحظت ان هو تعبان قلت له انت ليه ممشتش رد عليها لان واحد من الفرسان شافني ده غير اني مش هقدر الروح مكان بعيد بالجسم ده في حين ان انت عندك مكان جاهز اامن صح؟ خديني معاك لو اخدت شخص ما من الشارع لازم تتحمني مسؤولية عنه قلت له لما وعدتش ابدا بخدمة ما بعد البيع انت وقح جدا والاسوأ انت عارف كده؟ قال لها شكرا عن المجاملة شدته من هدومه وقالت له اتمنى ان انت تفتكر على قل انك سندت علي ولا جاءت ليه وانك بقيت افضلت بسببي وثابت هدومه ومشي وقالت له ان هو يجي واراها بس لو وقع حتسيبه واراها وتمشي وقالت له مشي ايها الجارع رد ده رطف كبير قوي منك ومشي هما الاتنين في الطريق اللي قال عليه اندروح عشان يتجنبوا المطاردة بس لقوا نقاب الترش في طريقها وقالت مجموعة صغيرة اول ما شافها هجموا عليها بس قضع عليهم هايمدل وبعد ما هزومهم قال لها سيدتي دلوقتي انا بحبقى في مشكلة كبيرة لما تحملتش مسئوليتي صح؟ وسرينجيس ماشى مع هايمدل فضلت تفكر في عدد الجواهر اللي معيها لان اكبر عيف في قدرتها انها متقدرش تستخدم قدرتها غير عن طريق الجواهر والجواهر اللي معها بدأ اتقل وهي مش عارفة امتى ممكن هايمدل يتغير ويوضر بيها فضلت ماشية وهي وقت حذرها لحد ما وصلوا للحي التاني استغرب هايمدل ان الشوارع مضيئة مش مسلمة زي المنطقة اللي كانوا فيها بس قلت له ان المكان ده اللي موجود فيه المنظمات الكبيرة فعلشان كده هو امن نسبيا طبعا مقارنة بالمنطقة اللي كانوا فيها وبصت عليه لحظت ان هو تعبان جدا بس بيقاوح قلت له انت مش قادر تتنفس رد عليها باستفزاز من امتى وانت بتهتمي بتنفسي بصت له باستنكار وردت عليه حاجة حلوة قوي انك لسه في الموقف ده قاعد تهذر وفكرت الامر مش متعلق بس بعلاج الجروح في جسمه الجسم اللي بيتعافها بسرعة بالتعويزة بيحتاج وقت عشان يتكيف فضل بصص عليها ومركز قلت له انت بتبص على ايه بعيونك المنحرفة دي هو انت ساعدتني من شوية علشان تعمل حاجة غبية لها ايه اللي هيحصل لو عملت كده ردت بصخرية حصرخ بصوت عالي واقول منحرف اعمل كده لو عايز تتقايد بالتعويزة اللي انت اقصمت عليها ضحك هايمدر وسندته وقال لها انت شخصي مش عارف اتنبأ بتصرفاته ابدا وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لوجهتهم كان قصر كبير بس زي بيت الاشباح استغرب هايمدر وقال لها هو ده حقيقي بيت ممكن يسكن في البشر قلت له معلش السزوء الملك غريب شوية كان واقف قدام الباب حراس كتير قال لها واحد من حراس عدى وقتة من اخر مرة جتي فيها وهنكل الحراس عارفينها وارشدوها لمكان وقال لها هي مستنيك داخلت سرينكس وكايت مستنيها سيدة المنطقة التانية والمقردة واغنى واحدة في المنطقة الملقبة وحاكمة الزهب لانتلا الشخص التاني اللي هي علجته حييتها سرينكس وقعده ساعتها لانتلا بقالي كتير ما شفتكيش بس ها من امتى بدأتي معادة حبيب رائع زيدا هو قطعة فاخرة ونادرة جدا دي حكت سرينكس وفكرت واضح انه عجبها لانتلا عندها هينك كويسة زي بس ورحت حطت ايدها قدامها هايمدل وقالت لها لا سيدة لانتلا انا اخدته خلاص هو ملكي اندهش هايمدل وابتسم ورح مسيك ايد سرينكس وقال انا تم بيع للأسف اندهشت سرينكس وفكرت هو بيواكب تمثيلي يعني سيكتت لانتلا وقالت لها خلاص خلينا ندخل في موضوعنا فرجت لها سرينكس راقد وقالت لها في حد سلمهلي فجأة مدجري هو ده ليه اي علاقة بيكي ردت لانتلا هو انت اصبحت طعم الشخص تاني ولسه ما فهمتيش عموما مش انا بس ده ممتع جدا حد تجرق يلعب معلنا بيحميهم رغم ان انا سيدة المنطقة مش مصدق انه بيلعب معايا انا وسألت عايزة تعملي ايه قالت لها سرينكس لو طلبت منك تتخلصي من ده من جير ما يسيب اي اثر ممكن ساعتها يكون بأمان ردت لانتلا ده مش طلب صعب بس انتي منستيش صح لو كان حاجة صغيرة ممكن اعمل اي حاجة طالما بينترك تحت مصمى الطلب واحنا كان اتفقنا طلب واحد كبير مقابل انقاص حياتي واكيد طبعا قادر انفزلك طلبك بس ده لو انتي عايزة اه انتي موافقة فكرت سرينكس طلبي مقابل انقاص حياتي هو ان انا لمامشي من المكان ده في اي وقت كان يتم محو كل اثاري بس اكيد انا حمشي بعد ما رأيت لانا عايزة الاول وانا ما ينفعش اتخلى عن طلب الاصلي هيتلاها سرينكس خلاص اعتبر ان انتي ما سمعتش مني حاجة دلوقتي بس بدل كده بيعي ده عشاني هيتلاها الانتلا انتي مجنونة قوي عايزين ابيعه في الوقت ده ردت سرينكس انتي عارفة مهاراتي في تقييم مجوهارات كويس صح؟ ده مصنوع من اللقلق الاسود والماس الاسود ده الجوهارة الوحيدة من النوع ده وده المقابل للطلب بتاعي فيما جوهارات كتيرة قوي في ضر المزاد زي ما انتي عارفة والجوهارة الاكتر شهرة هي تاج الاميرة والفائز كان انتي وكان سعره فلكي بس سيدة الانتلا الجوهارة انتي فست بيها جوهارة مزيفة متكنة الصنع بس اطلها الانتلا بحدة وسألتها انتي قد الكلام ده قلت لها سرينكس آه سألتها الانتلا الرهان اللي على كلامها هيكون على ايه واتفوا ان هما هيثبتوا صحة كلامها بلافيفة الحقيقة وهي عبارة عن سحر بيحدد الحقيقة وبينمزق قلب اللي بيكتب يعني زي جهاز كشف الكتب كده بس اللي بيكتب قلبه بينفجر اللفيفة دي اساسا حر مستخدمها بس هي موجودة عند الانتلا عملت سرينكس الاختبار وطلعت مش بتكتب والتاج حقيقي تلع مزيف اتعصبت الانتلا لان الاغناء بيحبوا جمعوا عناصر فاخرة للتباهة بصرباتهم بس الخبر انها تخدعت واشترت حاجة مزيفة هتكون ضربة كبيرة قوي لها مش بس بسبب تمن التاج لأ ضربة كبيرة قوي الفخر الانتلا وشكلها كمان سألت الانتلا ايه المطلوب قتلها سرينكس انها عايزة لقلقة السودة والمس الاسود الموجودين في العقد المسروق اللي معاها وهتعمل بداله جواهر مزيفة وتحطه فيه وتدي الانتلا لدار المزايد اللي خدعتها ويبقوا فيها بالجواهر دي وكمان عايزة هوية جديدة ليها والهايمدال ولو استراتيجية سرينكس نكحد هتعيد شرف الانتلا تاني وتدي تباقع المزاد اللي خدعوها صفحة كبيرة لما تخليهم يبقوا في المزاد العقدة بالجواهر المزيفة هيتم إبلغ صاحب العقد الكونت أمانتي وهكتشفوا ان الجواهر فيه مزيفة وكده هيتم الكشف ان صاحب المزاد مصاب قايت لها الانتلا انا عاجلني صدك وجرئتك بس ما تخزينيش مدام جرتين خطتك قدتها الانتلا بطاقات الهوية الجديدة والجواهر قايت لها الانتلا بس هو انتي مش هتبيها جوهرتك وبصت على هايمدال ردت سرينكس آه مش هينفع لأنها جوهرة مش بتتبيع بس قريب هتخلص منها وهي بتتكلم حضنها هايمدال جامد من ظهرها وبص لانتلا وقال لها لسوء الحظ الجوهرة تم بيحها وما ينفعش تتبيع مرة تانية فكرت سرينكس أنا حاسة كأنه فيهم حاجة غلط خرجوا وقرشدهم واحد محرص لانتلا برة ودها مفتاح وقال لها السيدة قالت انك عارف الموقع ومشي فكرت سرينكس دا المفتاح اللي استخدمته قبل كده هي بتظهر حسن النية بانها تديني مفتاح المبنى اللي كنت بروحها قبل كده بس برضو مفيش حاجة تضمن ان المكان هيكون امن تماما دي اطول الليلة مرت بيها بس لسه مش هقدر انم دلوقتي بعد ما بقى معانا الهوية المزايفة والأدوات اللازمة للعملية في الوقت بقى هو المفتاح وقالت له هايمدل ها يلا بينا وطلعت جوهرة استخدمتها كإضاءة ومشي تقدامه بص عليها وهو ماشي وراها ومشي بخطوات مش ملحوظة وقال لي نفسه لو لحظت تحركاتي هتتحكم فيها عنت السقة اننا قدر اقطع رقبتها في اي وقت وخرج الخنجر وبصرها بحدة بس الطريقة دا بتتوخى فيها الحذر مخيفة جدا قالت سرينكس المبنى اللي عليمين بس مرحقتش تكمل وهجم عليها هايمدل وكسر الجوهرة وزقها على الحطة جيمت ووجه الخنجر ناحيتها سيدة انت بتعمل ايه؟ هو رد الاحسان بالإساءة عادة الايام دي؟ سألها انت عرفت ازاي ان التاج مزيف افتكرت سرينكس الرواية ان في المستقبل في نص الرواية هياخد هايمدل التاج من سيدة المنطقة التانية لانتلا بس اكتشف بسرعة ان التاج مزيف وبسبب دا حصل قتال كبير بين هايمدل والانتلا وبسبب دا بقى عند هايمدل الحافز ان هو يستول على المدينة ردت عليه سرينكس انا عارفة عشان شفت التاج وعن طريق قراءة طبيعة المجهرات على التاج اقدر عارف تاريخ صنعه ومعداش وقت طويل على صنعه خلاص جيه دوري عشان اسأل اعتقل ان عندك هوية طرحة اسئلة بالطريقة دي صح؟ رد عليها دا علشان انت نادرا ما بتديني اجابة في الظروف العادية مسكت دراع وجامت يا فتى انا مش بستمتع بدق صورة وما بحبش قدي الناس التانية حاجة مش بمزاجي تحك لها وقال لها انت قلت انك اشترتيني ردت عليه دي كانت مزحة ما اعتقدش ان انت الشخص اللي بياخد كل حاجة جد ما كانش مفروضة ساعدك من الاول ادهي وضرب ايده جمد على حيطها انت متأكدة انك مش عايز تشتريني ردت عليه انا بمشتريش مجوهارات ملهاش لازمة دحك وقال لها مستحيلة كون مليش لازمة انا وسيم نزلت من تحت ايده وبعدت عنه انا ما يهمنيش انت واسيم قد ايه انا مش محتاجة جوهارة بتمسكني كده قال لها بالمناسبة وانت جسمك قريب من الشخص العادي قوتك اقل من المتوسط انت دايما بتستخدم التعويز على الجواهر فلو تم امساكك من جر ما يكون عندك فرصة انك ترك تعويزة مش هيكون عندك وقت تعملي اي حاجة ده خطر جدا قلت له انت عايز ايه عايز تقاتلني رد عليها مستحيل انا بس كنت باسأل علشان لو عايز شخص يحميكي كمان اقولك انك من جر سلاح تحمي بيه نفسك الناس هتستهين بيكي جوهارتك بتظهر لطفك يا سيدتي بجد ده امر محزن جدا انت ترفضيني ووجه السلاح نحيتها فعالت سحرها وقالت له جارب لو انت تقدر هجم عليها وضحك هنشوف مين اللي هيندم وهجموا على بعضه وكسر بالسف بتاعه درعها السحري وسخر منها ان ده مشترك بين كل اللي بيستخدموا التعويز انهم بيسكوا في التعويزة بشكل قعمة لدرجة انهما مش بيلاحطوا انها نقطة ضعفة ليهم وافتكر ساعتها انهو هزمها دحكت سرينكيس وفعالت تعويزة القسم بسبب تحديك عقد سرينكيس حقيدك السحر اتفعل السحر وقيد ايده ورجله وجسمه كله ووقعه كمان على الارض دحكت عليه سرينكيس قلتلك ما تلعبش معي عايز اتحك عليك اكتر بس ما عندناش وقت فكرت سرينكيس حتى لو رحت البيت الامن واخدت الاجراءات مضادة برضو مش كفية انا مع شخص مش عارفة امتى حيطعني الظهري قلت له انت رجلك بخير صح؟ تعال ورايا دحك هايمدل وقال لها احنا اللي اتنين مرتبطين ببعض كده بيخليني حس ان احنا بقنا واحد ده غير هو مش القسم ده صالح بس في بيتك اندهشت وفكرت انت حتى فكرت تعرف اكتر عن التعويزة اللي عليك انت مجنون كمل هايمدل ده غريب بما اني مع السيدة اتبقاء في الشارع مش سيء برضو قلت له لو حابب الوضع قوي كده ايه رايك تنان في الشارع وتبقى صديق ليه اللي بقيت حياتك ام هايمدل وقف وقال لها انتقاصي قوي عموما انا مجرب ان انا ابقى في الشارع قبل كده قلت له تعال ورايا وراحوا البيت دخلوا وهي بتدور في البيت سألها هوانتي هويتك ايه صنعك لمنتجات المقلدة معرفتك لشخصيات مهمة قدرتك الغريبة انا سمعت عن سيد الجواهر اللي بيحط سحر في المجوهرات بس ما شفتش ابدا قبل كده حد بيعالج بالسحر بالمجوهرات قلت له انت بقيت كويس ودلوقتي بتسأل عن هويتي قال لها ومش احسن لك ان انا استعيد صحيتي قلت له لو عايز تكون مقيد ومثبت على الارض هاول انت حقيقة زي الحشرة المزعجة نمع على الارض وقال لها براحتك بس عارض انك تشتريني انا صادق في جدا تجهلت وطلعت قودتها لقيت في القودة رسم المطلوبين كتير ولقيت من ضمن اعنات المطلوبين مرسوم من المعبد مطلوب في سرينكس وهيدو عليها مكافأة كبيرة بعد ما لقيت سرينكس في قودتها اعنات المطلوبين لقيت من ضمن الاعنات دي مرسوم من المعبد مطلوبة فيه وهيدو عليها مكافأة كبيرة جدا ومكتوب فيها انسة عندها 24 سنة احد الناجين من عائلة ادن عائلة بتستخدم سحر المجوهرات حكم عليهم بالاعدام اتعصبت وقالت حقتت اي حد قدامي ماسك المنصق ده وافتكرت قطلة حصل لعالتها وماضيها في يوم من الايام اعلن معبد الانضباط اعدم عالتها بالكامل وماتت كل عالتها وما تبقاش حد ده حصل لان المعبد كان متضايق من كوة عالتها وماتوا كلهم ظلم بس سابوا الوريس الوحيد للعيلة هي وده لانها ما كانتش عارفة تستخدم سحر الجواهر ساعتها ونجت من المجزرة دي بس ما كانتش هي بس كان فيه حد تاني طفل غير شارعي عاش مع عالة قدن لفترة طويلة صديقة فريطها وخطبها لمستقبل ساعتها بطل الرواية اللي تقمر مع المعبد على عالتها بعد كده الدوك اللي دمر عالتها واعدمهم اتبنيها واخدها بيته وهناك عرفها بطلة الجزء التاني فريا على انها اختها الجديدة ساعتها ادركت انها في رواية ولسه في الجزء الاول ومش كده وبس لأ هي كمان بطلة الجزء الاول اللي المفروض هتموت في اخر الجزء فريا بنت اخت الدوك بس بسبب مخطط والدها الشرير قتلوه وتم تبنيها هي كمان وقبلك كمان دانتي ابن الدوك البيولوجي اللي فقط واحدة من يعنيه وهو بيحميها لما حاول والده ان هو يضربها هي ودانتي وفريا اوضحهم شبه بعض جدا فريا ودانتي زي اخواتها الصغيرين وهي صغيرة تعبت بسبب سم حد حطهولها في الاكل والمفروض ان السم ده هيفضل ومش هتعرف تعالجه وهو ده اللي هيكون سبب موتها في الرواية وبعد كده حدثني الكويتها لفريا بس سرينكيس هربت وغيرت مستقبلها واتنقلت للمكان ده وهي مرتاحة فيه جدا لان كل المعلومات الغير قانونية متجمعة فيه وعلشان تفضل عيشها لرست عن السم اللي تزارع جواها وبتدور ازاي تلاقي نوع الجوهرة اللي هتنقص حياتها نامت سرينكيس بعد ما شافت المنشور بس حلمت كوابس بمواطيها وسح يتفكر بس سمها تصوت عالي جدا جاي من تحت خافت لنها في تقاريتها ومعارفوا مكانها نسلت وهي خايفة ومرعوبة لا يطهايم ده الواقف جنب الشباك وسألها انت برضو مش عارفت نامي قالت له انت ما سمعتش الصوت رد عليها ما سمعتش حاجة انت عندك مشكلة في السمع احنا الفجر فممكن يكون عقلك بيحذرك من حاجة او مجرد هلاوس انت عارف قدرتي اعلى منك بكتير فما تقلقيش هتكوني بامان الليلة علشان انا هنا ورح مسك ايدها مش هزعيك ارجع يا نامي ورجع شعرها وراء ودناها وكمل كل اللي عايزه ان اقدم لك نصيحة مش ان انا اتباه عليك عليك الحظر لو مش عايزة تموت وضحك عليها ولا هتنامي وانت خايفة كده تحبي اخذك للسرير ونايمك انا اتعصبت وقيت له انا كويسة قال لها بسخرية بجد يا خسارة ثابته ومشيت وترعت غرفتها نامت عالسرير وفتكرت هايمدل لما كان بيهديها وبيقول لها ما تخفيش فرحت وقالت الرجل ده بدأ يريحني حقيقي لما نامت حلمت بمواضي هايمدل من الرواية بعد ما تم إبادة عالته بالكامل اتاخده تبقى لتجار البشر هايمدل اللي تساب ساعتها الوحده يواجه مصيره القاسي الوحده قسم نفسه الكسمين واحد راقي وزكي وناضق والتاني راكل غارق في الانتقام والجنون اكيد بسبب ده هو في الرواية شرير رواية زحية سرينكس الصبحة وافتكرت حلمها وفكرت انا مش عايز اتعاطف معاه او افهم ظروفه بس المشاعر اللي بحس بها ناحيته اشبه بالتعاطف خرجت سرينكس من قدتها لانها حاست ان فيه دخيل بس انما خرجت من جرفتها لقيت هايمدل بشخصيته النهارية فاجئت من مظهره لانه كان لابس مرياية المطبخ وكسر طبق سألته انت كويس؟ قالها وعينه فيها دموع انا اسف صدمت سرينكس من المشهد وقالت نفسها ايه ده وإيه اللي حصل له بس ده مشهد رائع بعد كده قلت له ما تهتمش بالحاجة اللي تكسرت ده اساسا مش منزلي وعدت من جنبه وجابت حاجة وقالت له ما تتحركش ورح حطت النظارة على عينه قال لها انت قريبة قوي بس اول ما حاسب النظارة على عينه اندهش قلت له انت كنت بتدور على دي صح؟ شكرها قوي سألته هو ده فعلة شخصية الليل؟ قال لها اه ده بتحصل كل فترة وخرج لها ورقة مكتوب فيها البحث عن الجنز كتب هاله شخصية هايمدل بالليل قالت له سرينكيز انت اكد عانيت بسبب ده كتير قوي ورحت ضحكت فكرت سرينكيز ان بالنسبة لهايمدل النظارة مش مجرد نظارة نظر النظارة كانت معا من اللحظة اللي تقسمت فيها شخصيته في النهار اقسم هايمدل انه يفعلت خير ودي كانت علامة على تصميم انه هو ما يكونش انسان مجنون زي شخصيته في الليل بعد كده قالت له بالمناسبة يا ايه مشكلة مع ملابسك؟ انا افتكرت ان انت بتحاول تغريني اندهش وشه كله حمره وجسمه كله حمره وغطى جسمه ولفه بعد عنها قال لها اصلانا لما صحيت الصبح كان لبسي كله ممزك كنت حلبس اي حاجة بس شفت المطبخ وحاولت ان انا اطهي الاكل قلت له بتطبخ الاكل بملابسك دي؟ سكت وغير الموضوع سألها بالمناسبة وإن لحصل؟ انا لما صحيت ورح شاور على القيود اللي في ايده انا لقيت القيود دي في ايدي قلت له القيود دي متصرة بايدي ما تخافش محد شجرنا هيشوفها اصلانا مش منحارفة زي قال لها انا برضو مش منحارف دي حكت وقالت له انت اتفاجئت قوي افتكرت ان انت مش مهتمة بالحاجات دي قال لها لأ انت عودت على ده اول ما شفت القيود قلت اكيد في حاجة حصرت قلت له اللي لانا الماضية انت كسرت التحذير وهاجمتني قال لها بعصبية انت بتقولي ايه قالت له هو ده اللي حصل اتعصبه الدايق او يقعد ضغط على اسنانه من شخصيته التانية قال لها ده بقى التمن محاولة مهاجمتي لكي ردت عليه ايوه ولصور حظ معرفتش ان انا اضربك ضغط على ايده جامد وقال لها حتى لو ضربتني دلوقتي ما عنديش حاجة اقولها انا مش هتجاهل اللي انا عملته لمنجرد اللي انا مش فاكرة انا هتحمل المسئولات اللي حصل قلت له انت بتحب اول مسئولية ممكن يكون الامر مش مراه ليكي الصبح بس مع ذلك انا بحب الجانب ده مثلا وراحت قالت اقترب ادفع للسحر لمقايد هايمدل وراح خل لاي اقترب منها قالت له شفت اقدر اكبرك بسبب السحر وشوشهم قربت قوي من بعض قالت له لو ترامست شفاهنا دلوقتي انا مش هتحمل المسئولية قفل شفايفو جامد وتحكيت له قالت له انا كده انا اللي حخصر راحت بادت عنه انا كنت بهزر انهار هايمدل ووشه كلها مره وارتاح قايت له بس ده هيتحل في خلال شهر فكر فيها بشكل ايجابي خدها كتأمين لحماية نفسك كده كده هتيجي العلاق في الوقت ده صح سرينكيس افتكرت في اليوم اللي طلب فيها هايمدل العلاج قالها انه هيتلب العلاج في الشهرين الجايين بس واساسا في خلال شهرين بس اسوأ شرير في الرواية هيكتسب كوة كبيرة جدا وهيواجه سلطة والدها بالتباني الدوج أدفرسي طبعا سرينكيس هتقف جنبه وتدعمه فمفيش سبب انها توقف هايمدل دلوقتي بالعكس هي بتتمنى نسقطهم هما اللي اتنين هو والدوج أدفرسي وهما بيتقتلوا بتخطط تهرم مع فريا كده كده حتى لو ما كانش بسبب الانتقام من فريا من اللي عملته عاليتها الاصلية في النهاية لازم الكوة تندل يباجه بعض هايمدل عايز يكتسب كوة كبيرة والدوج مش عايز يشارك سلطته اللي هامل من كده هي اللي كان لازم تموت في الجزء الاول عاشت فمش عارفة ازاي حيمشي المستقبل وراحت قلت لهايمدل انا جاعينا خلينا نكون الاول قال لها استاني ثانية اتوتر وقال لها هو انا ميك ليكي دلوقتي اتنهدت وقالت له ليه هو انت خايف ان انا كبيرك على حاجة قال لها بسرعة لا قلت له ما تخافش انا مش هعمل لك حاجة مدام انت مهاجمتنيش انا مش عايزة قائد حريتك انا مريت بدا فترة طويلة ولسه في ناس عارفهم بيعانوا وفكرت حياتي في الجزء الاول كانت مليئة بالاسائع واخوتي لسه عايشين في القلم ده قلت له انا مش عارف انا بقول لك كده ليه انا مش قصد ان انا اقول لك كده بس انبارح بالليل ما كانش سايق بسببك عشان كده كل اللي عليك ان انت تفكر فيه هو انك تتحسن ها يلا بينا ناكل سبقها وقال لها انا هعمل الاكل انا كويس جدا في الطبخ والشاح مر وقالت نفسها انا حقيقه مش قادرة اكتفي من النظر ليه حضر لها الاكل بسطلو سرينكيس وقالت نفسها سواء الليل او النهار الشخصيتين اللي اتنين مش فاكرة اللي بيحصل مع الاخرى صح؟ سألته انت ازاي عرفت ان في المكان ده المفروض ان انت مشيت بالليل وانت مش عارف ايه اللي حصلت بالليل فاجيت هنا ازاي قال لها شعرت بوجود الانسة هنا ايه رأيك في الطبيق قالت له لحظة اهو انت تقدر تشعر بوجود الاشخاص قال لها عندي بعض المواهب وتوترت وقالت نفسها دي ما كانتش مجاملة انا اتضربت سنين عشان اقدر اهرب من والدي وإيسر انا متأكدة ان انا ما سبتش اي اثر براي انا محدش يعرف شكل حقيقي كل واحد بصهر له في شكل مختلف ومش معلمه في ذكريات حد بس قدرات الرجل ده حقيقي مخيفة قوي اه هو الرجل الاقوى في القصة عشان كده قدر يعزب البطلة القصة مجر ما حد يقدر يحط له حد هو اكيد شخص ما بيتمش التعامل معه بسهولة عموا من الممتع ان انا اشوف شخص زيه سألت بس هو انت ازاي المرتاح قوي كده في المكان قال لها في البداية انا كنت صعبة علي ان انا اتكلم مع وحدها بالذات وانها بتعيش لوحدها بس مع ذلك انت ساعتيني مهتمتي بيا اندهشت وقيت له وده بجد وراحت ضحكت انا مش مهمة انا قد ايه مهتمية بالمال بس انا مش شخص بيعمل عملاء بصدراء والافضل من كده لو كان العمل تحكافاني في المستقبل وراحت قربت منه عملي العزيز تقدر تعمل كده الوحدة بتحبها صح؟ اتكسف قوي هايمدر ووشه حمر وقال له وهو مرتبك انا انا سيدتي ايه اشتري واحب قيت له انت ليه وشك احمر كده لما سمعت الكلام ده هو انت مش شايف ان ده امر سخيف انك تدخل وتخرج من بيتي كده من كل ما ترد الجميل ده غير هو انت مالك هو انت لسه ما تعودتش على اقترب وجه منك بصي وشك احمر اقوي ازاي واقع منه الطبع اللي كان بياكل فيه فكرت سرينكس واضح ان انا محتاج اشتري سحون جديدة بعد ما خلصوا الفطار خرجوا هما الاتنين وراحوا مع ابنة تاني سألها هايمدر اين مكان ده قيت له ده متجري حاولت تفتح باب المتجر بس ما كانش راضي يفتح حاول هايمدر يفتح بايده بالراحة بس ما رضيش فراح شده جامد فخرج في ايده اندهشت سرينكس بس اطنشت الموضوع دخلوا البيت سألها انا فتكرت ان بيتك التاني هم متجرك قيت له ايوه انا عندي متجرين وصلها وهو فخر بيها وقال لها انت مدهشة قيت نفسها ايوه انا كان ممكن اعمل مشاريع اكتر من كده بس ده اللي انا قدرت عمله بساوي ان انا مطاردة قل لها بس هو مش ده مكان قديم شوية ردت عليه هو ده اللي انت تقدر تشتري في المكان ده كان مصدوم هايمدر من كميته التراب اللي موجودة جوه المبنى قيت له ما تتحركش من مكانك بصي لي بس وراح اتفعالت سحرها وطلعت كل الجوهر الموجودة جوها البيت ونطفت المكان اندهش هايمدر من اللي عملته ولما لقاها مسكة جوهرة لقلق سألها هتعملي بيها ايه قيت له هبدلها فيه هنا في الزقاق الخلفي ماكولة مشهورة استعد للبدايل في اي وقت وفي اي مكان وما تلومش حتى لو تم طعنك في ظهرك وعرف ان التظاهر ككبشي في ده مش هيفيدك وراحت افتكرت لما تم محاصرتها من الفرسان وقالت نفسها دلوقتي البحث عني عالي جدا خصوصا من رجال المعبد لان في منهم اللي عايز يرجع البطاعة المسروقة ومنهم اللي عايز يدور علي خلاص ايه رأيكم ان انا اديكم شوية جواهر وراحت قلت له هايمدر اندهش وقال لها انت عارفة اسمي قلت نفسها اه صح دي اول مرة نديب اسمه قلت له هو انت مش عايز ترد الجميل اللي خلو حالتك الصحية سيئة كده قلت له لأ عايز قلت له طيب لو عايز تنتقم تحب تساعدني رد عليها انا هعمل اي حاجة علشان اساعدك عايز اكافئك على قرمك معي عشان انت عاركتيني وريت ورق وقلت له دي سجلات للمزادات اللي اتعاملت على الجواهر المختلفة من سنة لسنة ممكن تكون قليلة بس هي مهمة جدا ده سجل الحجم التداول في المتاجر بتاعت المجوهرات الكبيرة وكمان دور المزاد البيانات دي جمعتها خطوة بخطوة بالمال وللقات الشخصية احرز انه ما يكتشفوش ان الخط ده خطك فرح جدا ان هو هيساعدها وقالت نفسها يلا بينا نبدأ لعبتنا بعد ما اتفوها وهايمدل قعدت تفحس الجواهر وتزورها بتاخد الجواهر وتخليها مزيفة بس جودتها عالية جدا بس لو غلطت كل الجهودة مش هيبقى لها لازمة خالص خلص هيمدل ورقه وقال لها حاولت ان انا خليها ممتازة وراح اتسف وكمل انا برضو قريت عن الناس اللي بيشوفوا الحجر زيك اعتعرف الماضي الحقيقي للناس دي قريب قايتلو هي مش نادرة اوي يعني وكمان كل اللي في المعمد بيمتلك قدرة الشفا فتحت سرينكس الورق اللي دوم فيها جميع المعلومات اندهشت سرينكس وقالت ايه دا دا منظمة جدا وخطه جميل اوي كمان دا مدهش قايتلو نحابيها بعض المجوهرات في السوق السوداء قال لها السوق السوداء اصدق منطية المزاد رقم واحد قايتلو ايوة على عكس دور المزادات الحالية هو مكان بيتم رعايته من كبير رجال الاعمال والقتلة ومكان بيتفش فيه المحتلين والبلطاجية وبيعمل بيرواساء المنظمات المسلمة المختلفة من اجل المال مكان بيستمتع فيه السوقراتيين بالالعاب الفزة بالعبيد واليوم هيقوم فيه المزاد الشهر اللي بيحصل مرة كوري شهرين قايتلو انا حصلت على هوية جديدة علشان نعرف نروح هناك لو تخميني صح فالكنوز الموجودة هناك هي نفسها الموجودة في القايمة دي لازم احط فيها جواهر مزيفة قال لها بس انت زي عرفت عن القايمة المجهرات الموجودة هناك قايتلو عرفتها عن طريق رحلات عاملي وبعدها عرفتها عن طريق اصدقائي شكرا انك ساعتيني لو صرت الامور كويس وعرفت ابدل المجهرات ساعتها اللي حيشتروا مجهرات دي حيكتشف انها مزورة وحتم تكشف عن ان طور المزاد دي كل اللي جواها فزين وده حيبان قدام الناس كلها الكل حيبقى مزعور منهم وساعتها هنكون نجحنا في اللي احنا متفقين فيه معلنت الله من دلوقتي لو انت عايز تيجي معايا براحتك او عايز ترحل برضو براحتك دي حريتك اللي هنعمله النهاردة هيكون مخاطرة كبيرة جدا لما تمشي الكشف عن حقيقة المجهرات هيتم يباحها كلها ومعها كمان عقد كنت امانتي اللي بقى فيه جوهرة مزيفة وفاتحت الخزانة كان فيها ربس كتير وشعر مستعر كتير وكملت بس انا عايز ان هم يقبضوا عليهم قبل ما يدفعوا تمن القلادة تغير ان عائلة كنت امانتي عايزة القلادة فاكيد هم مش هيسيبوا اي حد تاني جارهم ياخدوها ولو امسكوا بيهم بالجلم المشهود ساعتها هيتم تعذبهم وهي بتتكلم ما كاريتش واخدى بالها ان الشمس بتخرب وفلت تتكلم على انها عايزة اصحاب المزادي يتم تعذبهم باستمرار في السجن وما شوفوش دوق الشمس ابدا فكرت يوفان فورسيتي والدوق اللي دمروا عالتي اخليكم تتزوقوا نفس العذاب وهي بتفكر لقيت حد بيقول من وراها انستي هو انت لي جميلة اوي كده اندهشت وقيت نفسها ايه ده هو اتغير انت قالت له ما تفتحش بوقك قال لها ليه عملت ايه قالت له هو انت ليه ما قلت ليش ان انت اتغيرت رد عليها وانا اقولك ليه سألت هو انت حتى مش قدرت تتظاهر انك شخص طبيعي على الال قال لها ما اقدرش اعمل حاجة حيال ده ده غير هو انت ليه مش شايفاني طبيعي ايه هو الطبيع بالنسبالك انت برضو ما خدش بالك بالميزة دي فيك قالت له قصدك ايه قال لها انت برضو مجنونة كل ما شوفك اكتر كل ما حس نفسي طبيعي قالت له سخيف استعدها علشان تخرج معايا سألها هنروح فين قال له انت بتتظاهر انك ما تعرفش هتتعاون معايا ولا لا لو هترفض اخرج من هنا بس بص على الورق وقال لها ايه ده هو ده مش خط ايدي ده رائع جدا انا هايه ساعدتك اتنهضت وقالت له انت ما عملتش حاجة فتح الدرج كان فيه فلوس كتير ومجوهرات قال لها عايز اشوف ايه اللي في الدرج ده دي عاملة زي الخزنة قالت له انت عايز تسرقها لما امشي الصندوق بفتحه انا بس بختم بالسحر البتاقي علشان كده مش هتطر تفتحه لها واو بجد عندي فكرة وحيشتغل لو قطعت ايديك واستخدمتها قالت له بعصابية انت تجننت وراحت اديته عباة وقالت نفسها انت هتلعب معي النهاردة دور مهم جدا انا هخلي يوفان والدوك يتزوقوا نفس الالم قالت له هيا يلا بنا وراحت مكان المزاد ووقفت عند حيطة وقالت نفسها مرت فترة وحاولت تدور ازاي تفتح ورا الحيطة بس عشان مرت فترة من ساعة ما استخدمت المكان ده عشان كده كان صعب عليها انها تفتح المكان وتفتح ممر السري للمزاد ده غير ان الدنيا مضطرة في الايام اللي فاتت عشان كده كان صعب عليها انها تلاقي مفتح ممر في المزاد في كشف للسحر وعشان كده حيتم الكشف عن سحر التنقل بتاحها بسرعة وعشان تتجنب ده كان لازم تستخدم مدخل بيستخدمه النملاء بس عشان ما يتكشفوش اسمه الطريق السري عرفت ازاي تفتح الجدار ويفتح الجدار دخلت جوه القدار وقالت له يلا تعال بسرعة دخلت وكان زي فراغ كبير وفضى كبير فيه سلالم كتير سألها ها يا مدل هي الجواهر بتاعتك هي مفتاح سحرك قالت له ده سر العمل قالها طبعا عايز أسأل عن السر ده ردت عليه أنت هتأمل إيه لو عرفت عموما الجواهر زي النظرات بالزبط أنت مش عندك بصر سيئ مع ذلك أنت بتستخدم النظرات بتاعتك عايز تارف حاجة ممتعة أكتر الباب اللي احنا عدنا بيه دلوقتي ده لو فتحته وفكة للكواعد مفيش مشكلة بس لو أخطأت مرة واحدة بس مش هيفتح لك تاني أبدا في ناس كثيرة قوي سيئة في كل مكان والطريق ده للناس دي بيوديهم للمزاد لو مشينا في الطريق العادي هيكون صعب علينا أن نمشي فيه بسبب المخاطر فيه ناس بيستقجروا عدد من القطر لحمايتهم وفيه اللي بيستقجر سحرة عشان ينشؤلهم ممر سحري الطريق بقى اللي فينشؤ السحرة سخرت منه قايت له واو انت زكي جدا السلم ده مصنع من السحر ده نفس السلم الموجود في القاعة المزاد فيه لونين سلم لون رماضي وتاني لونه أرجواني الرماضي هو الحقيقي والتاني هو فتراضي لو مشيت عليه هتقف الفضاء سألها هو فيه أي عقبة تانية قايت له ده دي مشكلتنا الوحيدة زي ما انت عارف أنا مش متمرسة علشان كده مش قادرة حل المشكلة الفاخدة بالكامل علشان كده ساعدني شوية وحطت ايده على خسرها ارتفع بين الفوق فكرت احتاج رد له الجميل ده بعدين سيرينكيس كانت عارفة الطريق ده بسبب المريضة الرابع بتاعها وهي كانت فارس كانت مخمورة وقايت له عن الطريق ده ودي المرة التانية اللي بتستعمله فيها أول مرة استخدمت حبله وكانت بتتسلك لمدة يومين رغم انها تقدر تستخدم سحر الجواهر في الطيران بس ده حشكل عليها عبء كبير قوي قايت له هيمدل انها تستخدم السحر والطير وتتخطى السلم الارجواني بس هو يطلع السلم الرماضي لانه قواتها هتستنزل في ساعتها شلعها عامدل قال لها ايه رأيك في الوضعية دي مريحة اكتر سألته وما انت ليه بتبتسم بشهر كده رد عليه ببقى ان حياة السيدة بتعتمد علي علشان كده حقدي دوري على اكمل وجه توطرت سيرينكيس بس ما عرفتش تعمل حاجة وطلع السلم قلت سيرينكيس بانتهاش ايه ده الكوة اللي عنده دي ده يقدر يطير تقريبا احنا لسه في بداية الجزء التاني من الرواية في ايه هي بقى الكوة دي مستخيف جدا ان هو يدهزم على ايد البطل في النهاية وبسهولة كمان في نص الرواية حيتكون كوة مضادة للوحوش السحرية وحتجاوز كوة الانسان العادي بس الطاقة دي كلها ولسه موصلش كوةه بالكامل ويف هايمدل في نص الطريق قايت له كامل الطريق وبطل هراء قال لها بسخرية خايفة من ايه قالت نفسها انا مريت بكل انواع المشاكل والمصايب بس دي اسواقها هتجنن تقريبا بسببه وفجأة لقيت توازنه بيختل وبيقع في الهاوية قايت له بسرعة خلي بالك الهاوية دي مرهاش نهاية لو قعنا مش هنرف نرجع عدل نفسه وقرب منها وقال لها ايه هو انا قلت حاجة انتهشت سرينكس انه هم ريسة مقعوش دهك عليها وقال لها هو انت فاكرة ان احنا هنقع انا بس كنت عايز اشوف فشي كنت متفاجأة بس كده قالت بعصبية لنفسها هو ده بس اللي انت كنت عايز تشوفه كان من هايمدر انا عرف اللي انا عملته موزعج جدا بس انا كنت عايز اشوف رد فعل الجسم الصغير ده لان انا حقيقي معجب بشخصيتك قوي وصلت له سرينكس باستنكار انت حتى مش عارف تمثل دور الشرير قالت له بعصبية انا عرف ان انا جسم صغير انا اسفة بس هو مزي جسمك انا المجنونة اللي اعتمدت على حد زيك وخليته ينزلها قالت نفسها ان حلالة طريقة ان انا استعمل بها مجوهرات وخلاص وجاية تمشي راح مسكها من وراء وقال لها انت هتمشي بس كده ما تخفيش مش عاملها تاني لو عملتها مرة تانية ممكن تسيبني وتمشي ماشي قالت له هتوعدني بدا رد عليها انا شخص بيافي بوعوده تكرت سرينكس الجزء الاول من الرواية لما كان اخوه قبل ما يموت بيقول له حافظ على بعدك معنى ان هو قال كلمة زي دي يبقى هو حقيه مش بيجد خليته شالها تاني قالت له انت وعد تاني دي المرض اخيرة دحك وقال لها ما تخفيش احنا شركة دلوقتي رجع هامطل يطلع لحد ما وصله لمدخل ضر المزاد نزلت سرينكس وقالت له هيكون امر رائع جدا ان يكون عندي ساقين قويتين زي بتاعتك كده قال لها ده امر مستحيل اتعصبت وقيت له انت عديم الفايدة الافضل ان انا اشوف مهرتك في التمثيل ان هنمسر قدام ناس كتير علشان كده استعد وابد عني وحطت ايدها على وشه وبعدته عن وشها دهك وقال لها ليه هو انت مش بتحب يوشي لو مش عاجبك ممكن تربوتيني والتبيني هنا قيت له لأ انا مش بحب وشك انا بحب وجه الرجل الاخر الموتيع البريء اتضايق هايمدل وقال لها انت بكرنيني مع حد تاني ده مش امر ممتع خالص واضح ان عليا ان انا اتنفس علشان اكون الافضل انا حقيه متفاجئ ان انا وافت ان انا اتعاون معيك احيانا ما ببقاش عارف ان انا بعمله قرت نفسها تحالك دايما بس برضو احنا هنتعاون دلوقتي بس هو في حاجة ضد ماني ان انا سيطر عليه فتحوا الباب بتعضل المزاد ودخلوا لما دخلوا لقوا ناس كتير جدا قال لها دي مدينة تحت الارض صح قيت له ايوة في حاجز من السحر اتقال ان فيه سحر عامله من 300 سنة استعمل فيه اكتر من 30 الف حجر سحري فضلت سرينكيس ماشية بين الاسواق السودة في دار المزاد بس كان منجهتها دار مزاد الكروشي اكبر دار مزادات فيهم علشان تروح المزاد ده لازم تعدي على طريق من خمس طرق مش شوف اكتر طريق سايق فيهم بيتباع فيه حتى الجسس طريق مليان مختلين بس ده افضل طريق يندمجوا فيه بين العماء الله عايم دار الطريق ده ما يختلفش كتير عن الزقاق الخلفي قيت له ايوة بس ده اكتر الطرق اللي بتوضل المزاد فيها ناس كتير كل طريق للخصائص بتاعته بس لو عايز تختار طريق يكون عكسه تماما هيكون الطريق الازرق ده مكان بيتسكع فيه النبلاء الفزدين والكهنة رفيع المستوى اللي بيستعملوه مش مجرد استقراطيين عاديين انت عارف ممكن يكون كونتا او مركيز او ضوك حتى ويف وقال لها بحدة ايه اللي انا عارف لاحظت وقالت نفسها ايه ده انا غلط المفروض ما اقولش كده كان حكتش في ان انا عارف الماضي لو لاحظ حيقضي علي اكيد قيت له انا افتكرت ان انت زي كل عارف خبايا المكان ده والحصن الحظ تابحة هايمدال من جير ما يسأل اي حاجة تانية وهي كمان ما تكلمتش تاني لحد ما وصله دور المزاد لما وصله ورشت الحارس عشان تدخل الدور التالت من المبنى وهي ماشى في الطريق هي وهايمدال سألته تفتكر ان هما عارفوا يتعقبونا من سحرنا رد عليها لأ ده قامل مستمعت جدا صعب او ان هما يتعرفوا علينا بكرت رائع عموما ممكن نستخدم قوتنا لموت الثلاث دقايق ومحدش هيتعرف علينا وراح يتخرج الجوهرة مشهورة جدا اسمها جوهرة الزل وعملت ليها وليه نسخ مصنع من الجواهر هياخدوا مكانهم في الطبق الثالث علشان محدش يلاحظ ان هما راحوا لمكان تاني الله هيمدال هما كده هيتاردونا قايتلو بمجرد انك تدخل لمنطقة مش هيتعرض لأي مطاردة المطاردة بتنتهي على الطريق الازرق جوه منطقة المزاد محدش هيشك في هوية العميل دي قاعدة مهمة جدا جوه دول المزاد من دلوقتي انا اسمي كونتسا لوتارك شابة الريستوكراطية مش نالجة بتخرج تقضي لده في الخارج من جرما بابها ومامتها يعرفه وانت هو الفارس اللي هيحميها لازم نتحرك بسرعة قبل ما النسخ بتاعتنا تختفي واستخدمت سحر وغيرت اشكالهم خلت النسخ يروح للطباق التالت وهي تلعت للطباق الرابع الطباق الرابع ما كان بيتعامل مع المجهرات اللي بتتبيع في المزاد مساحة كبيرة جدا تحت الارض ما بتقبلش جلل الاشياء القيمة عشان كده مش اي حد قدر يشارك فيها من جرما يكون عنده حاجة قيمة كبيرة صعب او ان هو كمان يقابل المدير المنطقة بس هي اعترفت قبل قبل ما يدخل وقال لها في سؤال عندي غيرت الوشوش ازاي ازاي قدرتي تعملي ده ده مستهلة ابدا ان انت تكوني وش قلت له ده مستعب انا استخدمت السحر خلت شعرها مجاعت نفس شعر خطبها الصابق اللي كان السبب في ضمار عاليتها يوفان احد ابطال الرواية وطريقة شعره بتدي انتباع سعيق عملت كمان لها ينضع شعره اسود وعيون حمراء وده مناسب جدا برضو عشان تدي انتباع سعيق فكرت انا متأكدة ان انا حنجح وسيحنا مش شايفش لابدا على باب الطبق الرابع كان فيه جرس بخطين خط دهبي وخط احمر الخط الدهبي لمكالمات العامة يعني الجواهر العادية اما الخط التاني للامور المستعجلة اختارت اللون الاحمر ودخلت عند اقدارة فريد طوارق لايت واحد لابس كناع وقعد قال لها عندك ايه قعدت قدامهم وقالت لهم انا عايزة بيها اكتر من جوهرة ولما سألها عن ضمان الجواهر كلمته زي عيد غني هي دي الطريقة بتعمل بيها النبلاء هنا انت مش شايف ضمان عملي لو ما كانش مناسب ما كنتش جيت بيه هنا اساسا ده سخيف مفيش ولا مرافق معي انتو بتعملونك اننا اشخاص مستوانة قلية دواجح قوي منكم وفضل التمثل قدامهم لمدة ساعة رد عليها للابس كناع بعد ما زهق واضح ان احنا كنا غلطانين هنجيب لكم بعض المرافقين دلوقتي بصيت على عينه وفكرت اه طريقته دي معناها ان انا لو جبت دلوقتي من جوهرات غلط معناه ان في واحد مننا احنا اللي اتنين حيموت هنا خرجت من عنده تم ادراج الجوهرة ضمن حاجات المزاد وهتكون اندر مبيع وهي مسرت دول الولد اللي مش ناضق اللي جيه بسرعة عشان يبيع جواهر مسروقة استخدمت سحر تشويه المحادسة اول ما خرجت قال لها هيندل تمثيل كان كويس قوي ردت عليه ده اساسي عشان اقدر عايش سألها انت مش خايفة حد يكتشف انت مين ردت عليه مش هحاول اساسا اعمل اي حاجة تخلينا اردر الشبهات ضحك وقال لها انا سألتك قبل كده ما جاوبتنيش انت نبيلة ردت عليه بعصبية بطل هراء في ناس كتير حوالينا ممكن يسمعوك رد عليها بسخرية اه صح انت تحت المرقبة من ساعة ما سبت بيتك قايت له بعصبية ما لكش دعوة قال لها انت رائع جدا ازاي ممكن لوحدة في قراء زيك تعرف كتير كده عن طريق كلام النبلاء بالذات لما بتتكلم على حاجة ممتازلة بجد سمعت نفسي كنت بتتكلمي قبل كده ده مقرف جدا كرامة اللي بيعتبرها النبلاء مسئلة حياة وموت وطريقة ماشيك حاجات ما ينفعش تحصل عليها في مواحد ازاي عملت ده واضح انك خدت ده دريب جامد جدا افتكرت سرينكيس ازاي كانت ضج بيدرابها وهي صغيرة قايت له ده مجرد خدع رد عليها مستحيل الراجل اللي جواه ما كانش مشكك في تصرفاتك حتى انا اتخدعت دربيته سرينكيس في رجله جامد وقالت له بتحكمش على حد من مجرد انكم شفت بعض لاني ده امر مقرف جدا ده هيك هايم ده اعطاك ان انا بحب الطريقة اللي بسعيك بيها مسك ايدها وحط وشه على ايدها انا قاسف ما كانش اقضي ادائك كان مجرد فضون مني ما تخضبيش ممكن تسأليني اي حاجة لو حسب الفضول اتجاهي ومش المفروض نكون صدقين اتجاه بعض انا اتعملت مدة عموما مع سكراتين كتير زمان عشان كده نعرف سرقياتهم كويس قوي وكل ما بفتكرهم بكرهم اكتر قلت له انا مش عايزك تحس بالتعاوض افتجاهي اهمت بس مهما حصل مش هجوك بقى اي كلمة قال لها هو تذكر موضيكي بيخليك اتعاياتي قلت له انت مجنون انا بحذرك من دلوقتي لو عملت اي حاجة مشابهة للي انت عملت دلوقتي تاني هرميك في النهر قال لها خلاص انا مش هعمل اي مشكلة تاني ونزلوا للطبق التاني اللي في المزاد دخلوا غرفة فيها ضفين تاني وحارس خرج الحارس واتبقى هما اللي اربع بس وفعلت سرينك السحر عشان ما يتماشي المحاسات في الغرفة شالها يمدل العباء عن الطفين وطلعوا الشخصيات اللي المفروض يتنكروا فيهم الكونتيسة والحارس وكانوا نسخ من سحرها بدأ المزاد وخلت نسخها هما اللي شاركوا علشان ما يكونش فيه اي خطر عليهم اندهاش ها يمدل وقال لها ولبجد هايز اعرف ايه الخطط الموجودة جوه الدماغ الصغيرة دي قايت له هما قاعدين في الكراسيه وفي القاعة العطاءات بتتدفع اخر المزاد كل عنصر بيتم المزايد عليه والفايزين بيدفعوا في الاخر واعلى واحد دفع في المزاد بيكون التفايز بالمزاد وده طبعا برضو على عقد وساعتها لما يحددوا الفايز بيه هنمشي بهدوه ونترك المكان بس في مشكلة او ما هيزهر العقد هيصير تساءلات كثير جدا لانه ظهر فجأة بس ده طبعا مش هيمنحهم ان هما يشتروه برضو كلهم هيتنفسوا عريه لو عايز تشوف اسعار المزاد بتخرج عن السيطرة رائب كويس اللي هيحصل لانه اكيد مش هينتهي بهدوء خالص وعن خاطر كمان هنا بحياتنا فكرت سرينكس اساسا خطير ان انا افضل هنا بس مع ذلك انا مش هستسلم برضو هخليهم يدفعوا التمنى اللي عملوه قلت له عشان الامر خطير هنا هو ده السبب اللي خنان اجيبك عشان تظهر بالجنون تقدر تساعدني؟ قال لها انا عايز اشوف العروض من هنا ايضاية فكرت واضح ان هو مش هيساعدني قال لها انت طفلة شدتها شكل النار من انت وانت بتخططي لده ردت عليه حوالي عشر سنين ما صدقهاش وقال لها لو مش عايزة تقولي مش هكبرك قلت له ثانية واحدة فيه حاجة عايزة اوضح حولك انا مش مجرد طفلة جذبتها النار بالعكس انا شخص عايزة عايش اطول فترة ممكنة اطول بكثير من بقية الناس انا عارفة على فكرة ان هو رهان محفوف من مخاطر بس كل حاجة متخطط له وهي بتتكلم مع هايم ده دخل عليهم حد في الجناح اللي هما بتفرجوا فيه قال لهم آسف ان انا قطعتكم بس المسؤول طلبك فكرت سرينكس المسؤول قالت له هو عايزني ليه بصلها ان المسؤول عن ادارة المزاد اندهشة فكرت انا ما كنتش مخططة لأي حاجة من دي هو الراجل ده مش مشهول اول لكونه ناجح بالمزادات هو عايز مني ايه انا ما اتوقعتش ان ده يحصل انا عايز اخرج من هنا بس يا جوهرتي لسه ما اتبعيتش وراحت اتعصبت وقعت له هي دي الطريقة اللي بتعمل بها مع عضفكم قال لها انا ايسف وعلشان تتأكدي من خدمتنا اعطعت ورمت كوب نبيس عليه لانها كانت عايز تتجنب الموضوع ده باي شكل وانه هو ما يتكلمش معها قعت له بعصبية انت لو عايزنا نروح يبقى عليك انك تسألني بأدم لازم تعمل ده بالطريقة الصح اتعصب بس رقع على الارض وقال لها انا ايسف ارجوكي ما كانتش سرينكس عارفة تعمل ايه لانها كانت خايفة انها تقع في مشكلة وما تعرفش ترجع تاني بسرعة لان العقدة لسه ما جاش دوره الجاوب هيمضل معاه في التمثيل وراح رقع على الارض جنبها وقال لها سيدي ممكن نفضل وقته اطول شوية ارجوك وراح حطت وشه على ايدها ما كانش قادر يستحملوا جسم كله اشعر فهمت انه هو عايز يشارك بدلها في المزاد قايت له ماشي تقدر تقعد هنا وجودك معي اساسا حفظت صمعتي افضل هنا وراح تمسكت شعره وقربت منه لو فشلت حق دي لك رد عليها مستني المكافأة بتاعتي وخرجت مع الحارس اللي جاي وهي ماشي وراه افتكرت احداث الرواية المفروض صاحب المزاد ده عنده ارتباط قوي قوي مع حكام الامبراطورية ومن بينهم الشخص اكتر قصوة بينهم وكانت خايفة جدا ومتوترة دخلت قوضة لقيت واحد قاعد على كرسي وجنبه حارس وكان متخفف القوضة حراس كتير جدا سألته هوا انت كنت عايز تقابلني رد الحارس ايوه وراح الرئيس بتاعه وصل المشتبه بي اندهشت سيرينكيس وفكرت هوا ما فاكرين المشتبه بي انا وجي حد من وراه وضربها على رأسها وقعت ورأسها نزفت فكرت سيرينكيس كويس ان انا حطيت ضرع حوانين جسمي ده ما كانش حصل كنت حد فيلم وتحول لأكل سمك قال الرئيس بتاعهم واو دي كانت تربية قوية جدا اعطاك ان انا هتخلص منك وانميك في البحر اندهشت من الصوت وفكرت طريته النطق دي كأن لسانه بيهتز والصوت ده المخادع انا عارفاه حاكم المراهنات وضر المزادات حاكم المقاطعة الاولى المعروف باسم ملك العنف المراهنة الشخص اللي بعت هايم دالليه عشان يتعالج تاني اسوأ شرير في الرواية لقراب الاسوأ اسلا كروب هو اقوى شخص في المناطق الخامسة نادر جدا ان انت تشوف وشو لأ هو محدش اساسا يعرف وشو جر المقربين منه بس كان بيستخدم هايم دال عشان يكون كلب مخلص ليه ويقدر يسلطر عليه ويأمر زي ما هو عايز بس مع ذلك الراجل ده نفسه هو اللي اتأثر علي ايدها هايم دال بعد جدا بص اسلا للحارس بتاع وقال له واضح انه هو مش متظاهر بقلمه هو حقيق مشتبه به انا شاكك في ده مفيش حاجة يعني فارجع عن مألوف نحيطه وراح بص على سرينكس وقال لها انت مرتبك صح انا مش عارف انت بتكذب ولا لأ بس دموع اسلط اللي انت بتحاول تباحها اتكشف عليها دلوقتي اندهشت سرينكس وفكرت ايه بالسرعة دي لم تكشف عن دموع اسلط بالسرعة دي فنفس الوقت في دار المزاد كان قاعد هايم دال فكر هايم دال دموع اسلط لازم انها تحصل على سيارة عالي لما اجي بص لكمة الجوهرة بالنسبة لبقية الجواهر ده مش هكون صعب هي تعتبر افضل قطع في دمازاد وراح قال سراب فجأة ظهر ضباب اسود حوالي قال له الضباب في ايه ايه اللي انت بتعمله هنا انت مش عارف اللي حصل لو تم كشفك وراح تعصب عليه يلا جاوبني قال له هايم دال اخرص انا محتاجة عشان تجهز الكرفة باكمالها في حالة التطور رد عليه الظل بعصبية يعني انت بتحتكرني الصبح وتستغليني بالليل بص له هايم دال بحدة رد الظل خلاص خلاص فكر هايم دال المكان ده سيء جدا المكان بيبيعوا فيه الرغبة والضحك والاعضاء مكان مش مائز وراح بص على القاعر لجنبهم اللي كان فيها شخصياتهم المزيفة قرب من شخصيات الظل بتاعت سرينكس ومسك شعراء وقال لها سينيوريتا انت عرف احنا المفروض نبيع بسارة عالي صح؟ لازم تستعدي للأسعار فكر هايم دال افضل ضيوف لدار المزاد موجودين هنا النهاردة معنى ان الناس دي اتجمعت هنا في مزاد واحد بسيط ده معنى ان المعلومات تم تسريبها من لينتلا وعلشان ازود العرض لازم يكون فيه تنافس يحتاج الاشخاص المجنونين بالمجاهرات زيهم التحفيز المناسب وراح استخدم الظلة وخلاها يحط دواف كل الأجواب وضحك وقال انستي لازم تعطيني مكافقة كبيرة في المقابل وبدأ عرض دموها أسلط وفي نفس الوقت ده كانت سرينكس عملاته ضرب قال لها أسلط فيه ناس متشوقة تشوفك ما لقيتش حد ضعيف زيهم بس تلاقيت ترشب عصبته مسكها من شعارها وقال لها ايه رأيك تعرفيه؟ قلت له انا عرفهم ازاي رد عليها بس واضح ان هو يعرفك طلبت منهم ان هم يسرقوا دموع أسلط بس واضح ان اللص اللي استخدمته عنده معرفة بيك علشان كده كنت عايزة استخدمه بس ما كنتش عارف ان ده كله حيحصل أحيانا بتخيل العقد في ايدي علشان كده عايزة قتلك دلوقتي بس منجرد ما مسكتها عارفت انها مزيف ورح بصتها بحدة فين الجوهرة الحقيقية بعد ما مسكها صاحب المنطقة الأولى لان العقد مزيف وهدتها علشان تقول ما كان العقد الحقيقي دهكت عليه سرينكس ورجعت صوتها تاني للطبيعي ساعتها شاك زعيم دارين مزاد واستخدم كشف للسحر ساعتها رجعت سرينكس لشكلها الأصلي ساعتها رجعت سرينكس لشكلها الأصلي أول ما شافها تورش قال هي دي اللي معها العقد مسكها أسلا من رقبتها وسألها فين العقد الحقيقي بس مردتش سرينكس جيه واحد من أتباعه بيجري وبيقول ان فرسين الامبراطورية هجموا عليهم بأمر من الامبراطور ومعهم كمان حد منطرفهم اعترف ان هو سرق العقد بأمر منه ومش بس كده لأ الكنت أمانتي كمان معها أدلة ان هما بيبيعوا عناصر مزايفة في المزاد قال له أسلا بعصبية ازاي يعرفوا الجاب منين الأدلة دي حكت سرينكس وقعت لهم وهي مسكة جوهرة وبتفعل سحر في الحقيقة أنا اللي قلت كل حاجة للكنت وراحك جريت جريه وراه واستخدمت سحرها لشان تلاقي ممر سري جريه وراه إسلا بس فتحت الممر وبقى في حاجز بينهم دي حكيت له وقعت له شكرا انك كان صعب أول ان انا جمع المعلومات ووصلها للكنت بس بسببك ده مكادش مستحيل عينعم ان اتعصبت بسبب الفلوس اللي خسرتها بس مش مشكلة روحوا كلكم للجحيم رد عليها بعصبية أنا حسحبك معي للجحيم قلت له بسخرية لا شكرا مش عايزك وراحت جريت نزلت للطبق التاني لقيت سيدة نكوبة السفحين سيدة المنطقة الرابعة شينسو أول مريضة علجتها سرينكس بس كان برضو بيجري ورا سرينكس طورش وجامعته أول ما شافوا سيدة المنطقة الرابعة تفزعوا قلت لهم شينسو القعد رقم واحد ما ينفعش يكون ليكو علاقة مع سيد منطقة غير منطقتك قال لها طورش وهو خايف حد هددنا قلت له أنا هنا مش قاضية أنا هنا حد الحكم بس وقتلته قلت لها سرينكس قتلتهم بسهولة وردت عليها ده علشان أردت ميلك بس أنا هنا عشان عندي شغل بجرد كسس طورش والباقي وكملت عشان كده أعتقد ان الأفضل نكتمشي من هنا أنا جيت عشان أفتكرتك عايزة مساعدة بس خلاص حشوفك مرة تانية وراحت مشيت فكرت سرينكس كده مجموعة طورش كلها عايت قضي عليها لأنهم اتعاملوا مع سيد منطقة تانية بس وهي بتفكر فقدوا طاقتها من كتر استعمال السحر وغم عليها وهي نازل على السلم بس جي من وراءها هايمدل والحقها وحضنها وقال لها أنستي غمضت سرينكس عينها وفكرت أكيد استهلكت طاقتي كلها بس جميلة إن أنا أسمع صوته مرة تانية سألها بسخرية أنت كويسة ابتسميت له سرينكس وردت نوعا ما بس حاسة بشعور مظهر قوي انتهى شعايمدل من تعبيرها وقال لها في فرسان كتير في المكان ده وشالها لما لقاها ضيخة إيه رايك نهرب قبل ما يشوفوه كده ومشي وهو شايلها سريته أنت جيت هنا إزاي رد عليها كان فيه واحدة لبسة إسود قايتلي إن أنا استناكي هنا قايتلي باستنكار أنت كنت المفروض تكون هنا من قبل حتى هي ما تقولك ضحك وقال لها لسوء الحظ كان عندي شغلة المفروض عامله وكمان أنا كان لازم أنفذ أوامرك بحسافرها وكرت سرينكس شوف بس اللي أنا حعمله فيك أول ما نخرج من هنا سريته بالمناسبة هو إيه اللي حصل في دار المزاد رد عليها زي ما قلتي أول ما تعرض للبيع أصوات النبلاء كلهم عاليت وتحولت القاعد ساحة كتال الكل تجنن وكان سعرها زاد قوي بس فجأة اتدخل فرسان وكاملت بصخرية كان مشهد جميل قوي ها دورك عايز أعرف إيه اللي حصل معاك قايت له الكريدر موجودة في دار المزاد كانت مزيفة وأنا اللي زورتها اندهاش هايمدل من كلمها كاملت سرينكس أنا اشتريت المزيفة من كنت أمانتي قبل ما تسرقها عصابة الظل أنا عارفة كويس قوي اللي هما بيفكروا فيه فططهم إن هما يسرقوا العقد ويخلوني يزوروا بس أنا مش غبية وعاكبتهم لأنهم عايزين يستغلوني وفتكرت إيه اللي حصل بالصب في يوم من الأيام شافوا الطفل مجروح كأنه خرج من ساحة كتال بس رامج جروحتي كلها هو كان لسه صامد فساعتها عرفت إنه هو نشأ في بيئة قاسية علجته ومشيت ومكايتش عايزة تورد معه أكتر من كده بسكها الطفل من هدومه قال لها انت زي الملاك قربت منه وطبطبت على راسه وقايت له خلي بالك من نفسك بعد ما عد أيامه نسيته شافيته مرة تانية وادهى وهو إيده بتترعش رسالة فتحت سرينكس الرسالة وكان جوه الرسالة خطة مجموعة الظل إنهما يسرقوا قليده دموه أسلط الأسطورية واتكتف بالرسالة برضو إنهما بيدوروا على ناسخ ماهر عشان ما يتلاحظوا إن القليده تسرقت ساعتها أخذت الطفل اللي خاطر عشانها ووديته عند حد هي بتصق فيه وثبيته عنده وباتقت تدور أكتر في الموضوع واكتشفت بسرعة إن مجموعة الظل بيساعدها مالك دار المزايد وكتشفت ساعتها إن مالك المزايد صاحب المنطقة الأولى كل ده بيبيع سرعة مزايفة ساعتها راحت للكونت أمانسي على طول وقايت له إن دموه أسلط في خطر ووريته لعقد المزايف اللي عملته أول ما شافها ما قدرش يفرهم عن بعض طرحت عليه إنه هو يحط القليده المزايفة في المزايد وبعده منقشات كتير قوي وافئ وزي ما قايت له بالظبط سرق دموه أسلط بس طبعا المزايفة اللي هي اديتها للكونت وكنت مسك اتنين من المجموعة اللي سرقت العقد المزايف واستجوبهم واحد منهم مات والتاني اعترف بكل حاجة واعترف إن صاحب المزايد هو اللي ورا كل ده وفي الوقت ده كان العقد المزايف مع سرينكس لأنه ترشى خلى حد يحط القليده عندها ساعتها عرضت على كنت أمانسي عرض تاني إنه هو يروح دار المزايد ويقبط عليهم ودلوقتي بعد ما تمسك رئيس المزايد متلبس يقدر بسهولة جدا يدمره دار المزايد دي كان هايمدل سامحها وعلى وشه تعبير حد جدا قايت له سرينكس إيه ده فيه ضباب إسود حواليك لاحظ هايمدل وأخفى الضباب على طول قايت له سرينكس أنا متأكدة إن أنا شفت ضباب إسود رد عليها ما شفتش حاجة إنتي بس عشان تعب أنا قوي قايت له سرينكس بشك ممكن برضو وكرت أنا حاسة بشعور غريب ده غير إحنا بقالنا كتير قوي ماشيين وقف هايمدل وقال لها في مشكلة لا قدامه محيطة استغربت سرينكس لإن المفروض هي مستخدمة سحرة على كوهرة عشان ترشدها من المخرج نزلت سرينكس من إيد هايمدل ومسجد الكوهرة لإنها كانت بتدي دوق غريب كإنها تفعلت مع سحرة تاني لاحظت حاجة وقايت له هايمدل بندهاش ده مش جدار ده باب فتحوا الباب لأه وورا الباب كنوس كديرة جدا اندهش هايمدل ووقف وما كانش مستوعب اللي هو شايفه أما سرينكس كانت مبسوطة جدا من كمية الفروس الموجودة المجوهرات ولقيت حتى التاج الأميرة الأصلي وكرت مش معقولة أنا لقيت كنز وكمان وفيت وعد اللي انتلة سرقت كل المجوهرات واستخدمت ساعتها شخصية الكونتسة والخدم بتاحها قال لها هايمدل كده خلصنا رادت عليه لأ وورانا حاجة لسه وقابلت فاريسة في الطريق قايت لها مرحبا أنستي وبعد كده الفاريسة قربت منها وقالت لها أنا أسفة أنا ما كانش قصدي إنتي سامحيني افتكرتك حد تاني وعدت من جنبها ومدت الفاريسة إيدها حطت سرينكيس في إيدها حاجة من جيل ما حد يشوفهم سألها هايمدل انت ديتيها إيه قايت له جوهر التسجيل ومن أنت فاكرني أنا ليه خليت مالك المنطقة رقم واحد يتغلب عليها طبعا علشان أسجله قال عندي خطة لكل خطوة لها بسبب أن أنا جبت المجوهرات المتسجلة في كل قيمة دار المزاد مش هيتم تكشف عن المجوهرات اللي تسلقت من كونت أمانتي بس لا هيتكشف أن كل المجوهرات الموجودة في دار المزاد مزيفة وإن هما بيعيدوا صناعة المجوهرات مخشوشة بعدما ياخدوا من جوهراتها الأصلية ودلوقتي بعدما تكشف عن كل ده أقدر أخرج بسهولة بمساعدة بطاقة الهوية اللي الدهالي كونت أمانتي هخرج لعربيتي من جل ما أي حد يفتشني بعدما أخرج من دار المزاد سألته سألته قولي بقى إيه اللي انت شايله بقى لك فترة ده ليه الكيس بتاعك ساميك أوي كده رد عليها أنا وعدتك صح ورح خرج لها شيك وإصال قرب منها وقال لها ما تنسيش أنا شخص كويس قوي ودلوقتي دورك إنك تحافظ على وعدك استغربت وفكرت إيه وعد إيه هو إيه أسان كان هدفك من إنك تيجي معي وتساعدني أنت جيت أعلى أصال في المزاد أنا كان هدفي النهائي بس إنه هو يجي الفرسان ويفسده المزاد وهنتقم من المخدعين دول ساعتها أنا اللي حرقب المزاد وضحك على حالتهم البائس مسك إيدها وقال لها لازم تنتحي الصابي اللي وطيف اللي وافى بوعده وحط وشه على إيدها أنت عارفة اللي أنا عايزة أسمع منك صح؟ قلت له باستنكار أيوة أيوة أنت شتغلت كويس قوي قال له بابا بيضحك أنت بتسمي ده متح؟ مش ده اللي أنا قصدي عليه وأنا مستعدك ما في الكفاه نزلت بيك على السلم وشلتك طول الوقت وجدتلك كمان أعلى سعر في المزاد ساعت له أنت عايز إيه يعني؟ قال لها اللي أنت تقدر تدهولي قلت له أكيد مش هبيعلك أعضاء يعني رد عليها أنت بتتكلمي زي العصبات دلوقتي جدا حطت إيدها على وشه وقايت له ماشي يا جروي عايزنا أمضحك؟ ولا عايزنا أمسكك وفسحك؟ أنا ممكن كمان ألعبك وقالت نفسها واضح أنه هو حسس بالموضع لأنه هو حصرني بكلامه هو عايز يقل بالوضع ويقتلني في النهاية بس برضو أن أنا أكون مع الراجل المجنون ده بيكاريني حاسة بالسعادة والروحة كي إني طائر صغير ميسك إيدها قال لها بجد إيه اللي أنت هتعمليه عشاني ورح قرب منها وقال لها خلينا بات في بيتك من أول دلوقتي تفاجأت سرينكس بس تكمل هايمدل عايز أفضل معيك الأطول وقت ممكن فكرت غريب غريب جدا السياسر بتربطه حاسة أنها بتربطني أنا كمان بعدت إيده وقايت له ما أعتقدش أنه إحنا اتفقنا على ده ضحك وقال لها ما تتكسفيش خلينا نرجع ونتكلم في الموضوع ده قايت له باستنكر مين حيرجع مع مين رد عليها أنا مريض واضح أني تنسيتي ده أنا كانت تصرفي معاكي مش سيء أوي كده بصت بنتهاش على تعبيره وقالت نفسها بص لنفسك أنت إزاي طبيع ولا كأن فيك حاجة عدى من جنبها رحت مسكت إيده وقالت له يلا بينا اتنهد وقال لها واضح أن صبرك خلص راحوا للمكانة اللي سابه في العربية بتاعتهم وهم الخارجين كان كل الحراس مالين الشوارع استغربت سيرينكيس بس افتكرت أن فيه قتال بين الحراس وعصابة المزاد لقيت حارس بيقول تعالوا بسرعة فيه أمر طارق لحظت سيرينكيس حاجة ورحت ثابت إيدها يمدل وجريد فكرت دخول مفاجئ والمكان مزدحم وفيه عربيات وخير فاخرة والفرسان بملابس مختلفة متزينة بالورود البيضة در الفرسان مقدسين والشخص اللي بيقودهم ورحت وقفت بعيد وشافت عربية وقف قدامها واحد بيحيير حراس قطبها السابق والشيطان اللي قضي على حياتها إيه سير يوفان فور سيتي في اللي تبص عني من بعيد بعصبية وبتحاول تهدي نفسها وهي يمدل باصيس عليها من وراء وحاسس أني في حاجة غلط قرب منها ومسكها وقال لها أنت كويسة أدركت انفعلها وقالت نفسها لازم أهدأ ده مش موضوع اتوطر عشانه الهيكل في أنشطة كتير جدا وواحد من كلابهم المخرصة هو يوفان وهو جاي دلوقتي عشان ينضف المكان من الفزيني اللي هنا دي مهمته الحالية وما لاحزنيش بسبب سحر الجوهرة دي هي بتخفي شخصيتي أنا كنت عارفة من الأول أن المطاردة دي مش هتنتهي أبدا علشان كده تعلمت الزي أفضل في الخفة وبعيد عن الأنظار مفيش مشكلة حتى لو شفنا بعض في المستقبل كل اللي أنا عايزة أعمله إن أنا عدي من جنبه كده كإني معرفوش تماما زي دلوقتي روح له العربة لقيتها عربية فخمة جدا بصيت لهايمدر وقايت له أنا ما كنتش متوقعة أبدا أن إنت تكون مهوب قوي كده في التمثيل وكمان تزوير الهويات انت فاجئتني حقيقي وكرت هي العربة دي مش فاخرة جدا أكيد دي مش عشاني وراحت بصيت لهايمدر واضح إن اللي انت لها بتعتني بيك كويس قوي أنا متأكدة أن إنت شدت انتبهها بزيادة مش عايز تبقى تابع لها برضو قال لها سؤول حظ اخترتك انسي دخلت سنينكس العربة وحاول يسعيدها وهي بتدخل بس اجهلته وتلعت سأول ما طالت حاسد بدور فجأة بسبب استخدمها لقوةها الوقت طويل مسيكها هايمدر وقعادها على رجله قالت له سنينكس بعصبية أنت بتعمل إيه رد عليها بحاول أحميكي قالت له لأ أنت بتعمل نفسي الحركات دي تاني عشان كده بطل ويبعد عني بدل بصصلها وهو مبتسم ومش عايز نازلها قالت له بطل تلزق فيها بقى قال له وهو متأثر أنا كده هكون متضايق قوي انت شفت جسمي مجر قميس قبل كده ومع ذلك مش عايزين أمسكك أنا محبت بجد تعبت سنينكس من مناهة معي وردت حطت راسها عليه وقالت نفسها مش مشكلة هعتبر أنه هو مخدك وغمضت عينها قيته بيلعب في شعرها فتعت عينها وقالت له شيل إيدك من على شعري قال لها ليه مش عاكبك؟ رح تضحكي سنينكس سألها أنت بتتحكي ليه ردت عليه أنا سعيدة بصر أن إيدك دفيا ميسك إيدها وحط إيدها على وشه قال لها أقدر دفيك الطريقة تانية من دهشة سنينكس لأنه هو سخن وحررته مرتفع فكرت وضح أنه هو بيضغط على نفسه قوي مش مهمة هو قوي قد إيه بس لكل شخص قدر التحمل هو أساسا مريض بس مع ذلك هو بمثل أنه هو كويس سألها هو أنت ليه لطيفة معي قوي كده النهاردة فكرت شوية وبعد كده ردت عليه معرفش ممكن لأنك واسيم قوي النهاردة لحك وقال لها النهاردة بس عموما أتمنى أن أنت تكوني بتتكلمي بجد لأن أنا واسيمة على طول سألتهم أنت حصل قتال بينك وبين حد فيه دم على هدومك قلت لك أن أنت تفضل في غرفة المزاد ما تتحركش رد عليها ده بس لأن فجأة المكان يتحول لصحة قتال بين حراس المزاد والفرسان وقتلت مجموعة منهم فكرت سرينكس أكيد تحصل عشان يسيبه وقت الإسلة عشان يهرب كملها يمدل بتأثر بس أنا بقاتلهم كل اللي كنت بفكر فيه هو أنت عشان كده كان لازم أخلص عليهم بسرعة وأول ما خلصت عليهم جريت أدور عليك بس قابل مناسبة قابلت واحدة لابسة سود كنت مستنياني قلت له بسبب يتعاملته كويس قوي من ناس كتير قال لها بس باردو لازم تتفعلي أكتر بس عموما خلاص كفايا كده كلام وارتحي شوية نمس رينكس لحد ما وصله نزلهم الصائق في مكان بعيد شوية عن الزقاق اللي هي بتعيش فيه ودعها خريطة وقال لها السيدة الانتلة بتقولك أنك هتعرفي بها موقعك قدته كيس وقايت له وقل لها أني وفيت بوعدي معيها خلص الصائق معه ومشي بس سرينكس لهايمدر وقايت له يلا بينا هتفعلك تبع انتعبك ورجعوا البيت نمت سرينكس على السرير بس حست أني في حاجة بتنقط عليها وسمعت صوت حد بينا ديها وكرت أني في ريحة جميلة جدا فتحت عينها وقايت له شره لي انت ضحك وقال لها آسف بس المصرحية معك خلصت خلاص فكرت سرينكس راحت الصابون دي اللي جاية منه جميلة جدا أنا عارفة أن الصابون ده بتاع البيت بس مع ذلك راجد ده ليه تأثيره خاص هو ده أكيد السبب اللي خلاه مختلف عن الباقي في الرواية لما الأمم بتتحركش من السرير قال لها وانا لو قلت لك استحمي هكون واقع ساعتها قايت له انت كده كده واقع في كل الأحوال قال لها ليه هو احنا خلاص مش بقين يا صحاب بصت على الشباك لقت الشمس هتطلع قريب يعني شخصيته كمان هتفتفي قريب مسكت الجوهرة جنبها واستخدمت السحر وخلت جسمها يستحمى وينضف لو مش كده بس غيرت كمان هدومها يعني كأنها استحمت بالظبط قال لها وضع ان انت مسرفة قوي وانت بتستخدم السحر لده بس قايت له طبعا انا بحب الاسرافة مصلحتي يلا قاعد عالكورسي هناك قال لها ليه عايز تتكلم معي حطت ايدها على ايده عشان تستخدم السحر وتعالجه قايت له ما تخافش مش هضربك مسك ايدها وقال لها انا بحب ايدك النعمة زي شفاهك قايت له واضح ان الضربة افضل حل معيك لما استخدمت السحر لقيت ان جسمه بيمتص سحر كبير جدا استغربت سرينكس لان معنى ان جسمه بيمتص سحر كتير ان جسمه متأذي قوي من جوه قلصيت علاجه وقالت له احنا كده انتهينا مسك ايدها وقال لها ايه رايك ان احنا نعمل حفلة فكرت حفلة وفتكرت لما كانوا مع بعض في العربة وقالت اصح نموظم الطريق قاعد يقول ممكن نعمل حفلة لما نرجع ممكن نعمل حفلة لما نرجع وقالت هي ساعتها نايمة وبتحلم قلت له ازاي يعني نعمل حفلة مجر ادويت قال لها الليلة انت حققت اللي انت عايزة انت مسعيدة بدا بصت سرينكس شوية وبعد كده وافقت بس استغربت وقايت له وانت ملك النهاردة مش طبيعي لي كده رد عليها ده سر تابع لكويتي خاصة قايت له براحتك شرب النبيز وانتهش قال لها ايه ده ده جميل جدا قايت له طبعا ده اغلى نبيز في متجر اندرو ممكن يبان شخص عادي بس هو بيشتغل في تهريب النبيز بس يلا هايمدر قال لها كأنه بيغريها طب انا ايه اللي ممكن اسرقه منك اخدت من ايدك بالنبيز وشربته وقايت له انا مش شخص يقدر اي حد يسرقه اتنهد وقال لها يخساره واضح ان الموضوع صعب سألت انت عايز ايه بالضبط عموما انا مزاكي كويس عشان كده هقدم لك خدمة اسألني اي حاجة بس طبعا الايجابة بالسبب لي يا براحتي الله واضح ان تأثير الكحول اللي بان عليك انت متأكدة ان انت في عقلك ردت عليه لأ في عقلي الله خلاص دي فرصة جات لي وهاستغل لها سألها ايه هو بقى هدفك ردت عليه عايز اكون سيدة اعمال وكل وعيش في سعيدة كمان بدور على الحاجة الخاصة بيا عد هنا في المكان ده عشان اعرف از كنت تقدر اخدها ولا لأ سألها انت حققت يا هدفك ردت عليه ايه وافتكرت اول مرة واقع مريض قدام بيتها كان ساعتها عندها 16 سنة بس واقعت قدام بيتها سيدة المنطقة الرابعة شينسو وكانت بتموت علجتها سرينكس وخليتها تساعد في نشر شقعات عنها في السر ان فيه في المنطقة رقم واحد اخصائية علاجية كفاقتها عالية جدا كل الاشخاص اللي اقامت معهم علاقات كانت عارف ان هم حيفدوها في المستقبل بس اللي ما توقعتهش هو استجابة اعلى الشخصيات لها وان هم جم يتعالجوا عندها في الحقيقة سرينكس قدرت تنجح في ده لانها عارف خلفيتهم من الرواية وارده فيه معلومات جانبية اتكتبت في الكتاب عنهم ومنهم ننتلة اللي عملت معها علاقة كويسة مخصوصة عشان خطة در المزاد سألها هايمدل هم عداك عاملين ازاي هما ناس خطيرة قلت نفسها بدلا ما اقول خطيرين هما ناس عم تمصل تكبيرا اوي في الامبراطورية سريته عايز تعرف ليه الله اعتقد ان انا لازم اعرف مين اللي عايز اقدي عليك وراحمسك كوبين نبيز انتي مش عايزة حد يحميكي لانه اعتقد ان در المزاد عايزين ان تقموا منك استغربت سرينكس لان هو المفروض في جزء الاول من الرواية كان كان باسلة رئيس المنطقة رقم واحد قال لها في الوقع انا حارس المنطقة رقم واحد هويتك كشفت في خطتك سألت لي انت كنت متنكر ساعتها قال لها ايوة بس لما افترقنا استخدمت شوية منطقتي استخدمت سحر بيؤثر على المشاركين في المزاد اثر السحر كمان على شوية حراس واغم عليهم قالت سرينكس نفسها لحظة مش طبيعته ان هو يفسد الامور مستحيل هو كان قصده من الاول كده قال لها الحارس بيفضل حارس مهما كان سيده لما بسيبه سيده بيدور على ملك جديد بالكلام ده قصدي ان انت تكون السيد بتاعي واشتغل معاك قايت له واضح ان الكحول خلاك مجنون رد عليها لأ بس شكرا انك قلقان علي جهلته وشربت الكحول قايت له خلينا ننسى الحوار ده مسك ايدها وقال لها مش ممكن تقبلي بيا انا مش عايز اي حاجة دانية حاولت تشد ايدها بس تفضل مسكها قايت له ما تلعبش معايا وابد عني واضح ان انت سكران حقيقي قال لها انت الدكتورة ده بتقدم كحول مرضوها انا زنبي ايه شدت ايدها جاملت فرح ساب ايدها قايت له انت قلت انك بقيت كويس انت بترجع في كلمتك رد عليها بصراحة ودي مش غلطتك ان انا اتردت من عملي عشان انا اساسا ساعدتك بمزاجي انا عايزك بس تشفيقي علي اعتقد ان هدفك مشابه لهدفي بس ايه اللي انت عايزة تحديدا انك تدمري اسلا لو على كده بس عندي اصحاب كتير بيكرهو هو ده مش عرض كويس ليك اندهشت سرينكس لان شخصيته دي المفروض تزار في كوزي التاني بس ظهرت بدري جدا وجمع كمان اعوان لي كده مصار القصة اصلي عملي تغير قايت له ان انا عايزة مش مقتصر بس على تدمير اسلا قال لها زي ما توقعت انا وانت متشبهين في حال كتير جدا ده مش معناها على فكرة ان احنا عايشة نفس العيشة بس انت اكيد حسيته بنفسي احساسي صح؟ سكت السرينكس قال لها عموما انا احتاجك بعد ما انضمر اسلا لاني حاسس ان جسمي غريب حاسس ان جسمي بقى بانت بشكل غريب وعارف ان علاجك هو الحل ورح كسر كوباية وعور ايده اندهشت سرينكس من تصرفه قال لها ما تخفيش الجروحة البسيطة بيتعالج بسرعة وحقيقي الجرح اختفى فكرت سرينكس هايمدر من الرواية افضل من باقي البشر في المرونة وكوة الجسدية كان اسمه في الكتاب يا اما البدعة او نص الوحش انت عملتك شيف لي اسرارك عشان عايزت خلينا شركة ليك في النهاية انا عارف انك هتقتل اي حد عارف سرك قالت له انا عارف ان جسمك غريب وبيتعالج بسرعة روح المعبد وبلغهم بدا انا مالي ام وقرب منها بس انا عايزة عيش هنا خلينا نم في بيتك واصلت سرينكس في عينه وحسيت ان في عينه يأس قالت له ماشي روحنا مع السرير اتسم وراح وقع عليها قالت له بسرعة انت بتعمل ايه اعتذر لها وما كانش قدر يتكلم انك انا عنده حمى قال لها بس برضو مقلت ليش هد امتحيني امتا قالت له ايه بيض عني وحاولت تزوقه بس ما عرفتش سألته خلاص عايزني اعمل لك ايه قال لها اقولي لي انك معجبة بيا اني معجب بيك اوي صراحة وانت طالع برج المزيد كان متهيالي انك بتلمعي قلت له بطر سخافة بروح القوضة مش هدريتك النهاردة يلا روح نام قال لها مش اتفقنا على جايزة بعد ما عمل مهمتي زي ما طلبتي قرب منها وقبلها استخدمت سرينكي استحلها وضربته وقمع عليه وشها كله حمر وقالت عليه ده مجنون شوية وسحي هايمدر للنهاري وحكيت له على كل حاجة حصلت طب بعد ما عادت كبلة قال لها ممكن اسألك سؤال هو انت ليه مستخبية مني كده ورا حيته ومش بتوسيلي افتكرت اللي حصل من هايمدر بشخصيته الليلية لما قبلها وكرت انها ما كانتش متوقعة ده رغم ان الجاوب سبب الكحول اللي كان خفيف بينهم وكرت سرينكيس انه لما كانش شرير القصة ومش عايزة تتورط معاه كانت عاقبة بكبلته خرجت من وراء حيطة وقايت لهايمدر كنت بفكر في حاجة المهم انت هترجع لإسلا قال لها واضح انه قال لك كل حاجة وكان مد دايق ورح سألها هو متوتر انت عاجبك الشخصية التانية اكتر ورح بصيرها وقال لها بصوت عالي بس برضو مستحيل انا احسن منه بصيته مكانتش عارفة تقول له ايه وقالت نفسها انتو من الاتنين اسمها واحد على فكرة بس لو سألتني انا بفضل شخصيتك اكتر الله واضح انك بتفضل الشخصية الليلية لانها جريئة واحبط فاجت وقيت له قصدك ايه وعتحدت ايدها لابقه بس انا مش بفضل اي شخصية منكم لاني مش عندي علاقة عميقة معكم اصلا انت اسسا شخصي لسه بقبلي قال له هم اتضايق فهمت واضح ان علاقتنا بقت مشوشة بسببه اكيد عمل حاجة بحشة جدا وكمل بحماس اللي عمله هتحمل مسؤولية عنه قطعته سرينكس لانها فتكرت ان هو اقبلها وقالت بصوت عالي ما عملش حاجة وغيرت الموضوع قول لي بقى هترجع لقسلة انحنالها وقال لها اسف ان انا مقلت الكيش عن وضع بشكل صحيح رغم ان انت انقصتيني وبسببي ممكن تتعرضي لخطر قلت له بتحملش هم فيه ناس كتيرة عليك مفيش زاعة انك تديني معلوماتك كلها فكرت ان هايمدل اكيد عنده معلومات كتير جدا واصرار كتير قوي لاسلة مما انه كده كده كان مساعده اكيد اسلة هيتوصل معها هايمدل وكمان هيأمور ان هو يقتلها قرب منها وقال لها انا عايز اكون مسؤولة عن افطائي انت توردتي بسببي لازم اصحق غلطتي والشاح مر وقاية نفسها حقيقي هو نوعي جدا قايت له يعني انت هترجع لإسلة الله اه انا مش عارف اسكان هايقذيكي ولا لأ سرينكيس كايت عايزها يقعد عندها شوية لحد ده ما الاوضاع تهدى ده كان الحل الافضاء مسكت ايده وقايت له انت هتفضل هنا في منزل الفترة لازم انهي علاجك انا عارف ان انت مش عارف تتحكم في قوتك عشان كده اتكررت اساعدك بس ما تنساش ترد الجميل بالمناسبة تحب تسمع كل حاجة حصلت بالليل تحمسها يا مثل كملت انت قبلتني صدم اول مسامة وقال لها بنتهيش انا وصلت للحد ده قلت له ما تخافش عقبتك بسحر الجواهر مسك الخنجر ووجهه الرقابته تفاجرت وقلت له انت بتعمل ايه وجبت الخنجر ده السامنين الله خلاص ما تمنعنيش انا ما استحقش ان انا عيش اكتر من كده وفضلت تشدي ايده هو بيعيط وبيعد شفيفه قلت نفسها انا اللي اتقبلت انت ليه انت اللي بتعد شفيفك بس عارفت تهدي قلت له انت مبارح طلبت جزء من البيتكة مكافأة على اللي انت عملته والكبلة دي كانت برضو بالنسبة للمكافأة قسر الكبال اللي في ايده وتعصب وقال وقح حبيت تدايق وتلعب معايا قلت له بالمناسبة ما من انكم انتو اتنين شخصيتين ده معناه اني هكبلك مرتين يبقى انت ليك عندي كبلة اتكسف هو الشوح مر وقال لها مستحيل ده حكت سرينكيس على الرد وقالت له انا بهزر هو انت شريف قوي كده عموما انا بحب الشرفاء قوي رد عليها لما لقاها بالطريق عليه انا بس مبتدئ قالت له كده كده انت هتفضل في البيت مش هتبرك على اي حاجة تانية اتدايق وقف وراح قال لها لأ قوليها انت فاكر ان انا مش هقدر اعمل كده صح وجه جنبها بسرعة ورح قاعد على الارض الوقت ده عملها بسهولة بس ما تدوهش اي فرصة انه هو يعملها مرة تانية ومسك ايدها مش هخليه يلمس شعرة واحدة منك او عيدك ارتبكت سرينكيس وقالت له عظيم انحنا لها وقال لها انا مديون لك شكرا فكرت سرينكيس هو حقيقي زي الطفل الصغير عكس شخصيته الليلية اللي انا بعاني منها بحس ان انا عايزة تديله حلوة عموما هما الاتنين اصلا واحد في النهاية وهي بتتكلم معايا حد خبط على الباب اتوتر وقال لها هو فيه ضيف قايت له لأ غالبا حد عرفه قربت منه ومسكت وشه لما انت قلتلي ما تدهوش اي فرصة يعملها تاني ده معانا ان انت عايز تحميني وش رح مرة وقال لها نوعا ما لما فتحتش سرينكيس الباب اللي برا خبط جمي جدا كأنه هيكسر الباب تعصبت سرينكيس وراح تفتحت الباب وهي بتزع عتكوني مسؤولة والباب اتكسر واللي كان واقف ورا الباب سيدني الفارسة اللي اديتها اداة التسكيل في ضر المزاد وسرقت كمان كل المجهورات في المغزن اللي لقيتها سرينكيس المريض الرابع اللي عالجيته فارسة من النخبة قلت لها سيدني بتريها ايه اللي حصل امبارا هو ما اتقبطش عليكي قلت لها سرينكيس هو انا مش قلتلك قبل كده ازاي تتعاملي معايا وتزوريني ازاي عشان ما تكشفش تحكت لها سيدني وقيت لها اه نسيت اتعصبت سرينكيس بس راحتت حد جنب سيدني الطفل اللي عالجيته قبل كده في الشارع وادها كمان الورقة ردار المزاد بصلها وعينه بتلمع وبيقول لها الملك سقيتها سيدني وقيت له ايوه الملك دخلت البيت ولاحظت هايمدل قيت لها ايه ده انت عندك ضيف انت خلاص فتحت المستشفى بس هي المستشفى دي مش كنت بتعالج فيها سيدات بس رادت سرينكيس لا كل ما في الموضوع عن الحرادة اللي جات كانت كلها سيدات وبصيت له سيدني تاني وقيت لها اه فهمت لحبيبك وقربت منه وقيت له الراجل ده كان معك يمبارح صح قيت لها سرينكيس بس ابعدي عني كفاية كده في طفل هنا قربت سرينكيس مع الطفل وسألته هو انت اسمك ايه انا اسمي سرينكيس قال لها انا اسمي 138 تكلم هايمدل من وراها وواضح ان هو كان عبد بيتضرب عشان يبقى قاتل قيت له سرينكيس خلاص وقال له اصحاب الملايك ملايكة برضو دحكت سيدني وبصت للسرينكيس قيت لها فيه خبر ما كانش مهم ليكي قوي بس فيه ناس كثيرة قوي اختفت الفترة اللي فاتت استغربت سرينكيس قوي من قضية الخطف وسألت سيدني سكي هتعمل بيها قضية ولا لأ بس رادت عليها سيدني لأ لان كل القضايا كانت كأنهم اختفوا بمزاجهم وكمان اللي اختفى ما كانش اطفال بس كان كبر كمان وهي اشك ان فيه طائفة دينية جديدة ظهرت في الزكاك الخلفي بالذات في شوارع المنطقة 3 شوارع الكيميا والمخدرات اللي الصحر السود اللي بيحضره الروح الشريرة مليينها عاست سرينكيس ان فيه حاجة غريبة بس سكتت وغيرت الموضوع حذرت سيدني معها شوية وبعد كده اخدت باز ومشيت وزي ما اتفقت سرينكيس مع هايمدل عاش هما الاتنين مع بعض عدا يمين من ساعة الاتفاق وحياة سرينكيس اتغيرت تماما في الاول ما كانتش مهتمية خالص بالنظافة والنظام ولا بتعرف تطبخ ولا مهتمية بأكلها بس دلوقتي بيتها بقى بيلمع وهايمدل كمان بيطبخ لها خرجت سرينكيس من قدتها بس اندهشت اول ما شافت هايمدل لانه كان لابس مريارة مطبخ عليها قلب وواقف بيطبخ سألته انت جبت دمين اتكسف وقالها أندرو جارهم هو اللي ادهيله اندهشت سرينكيس من تصرفات اندرو بس غيرت الموضوع وقالت له هتطبخ ازاي ومعندكش توابل ودها هايمدل المطبخ ولاقت المطبخ مليان توابل مكونات قال لها انا لقيت دور وانا بنظف ويفت سرينكيس مصدومة مش عارفة تقول ايه هو امتى لقى الكل ده وقال لها النهاردة انا هعمل لي الكيكا وكوكيز يلا رح اشتغلي خرجت سرينكيس وسبيته وراحت تشتغل وبعد وقت طويل في المطبخ خرج وقال لها انه عمل ليها والاندرو للجيران كوكيز كتير ووشه كان مشاه جدا وفرحان حبت سرينكيس دايقه لما شافته فرحان قوي كده كان فيه كريمة على رأبته اخدتها ودحكت له وقاريت له ايه اللي حيحصل لو بعد الكل ده تلعى اكلك وحش اتكسف هايمدل ومسك صباحا اللي عليه كريمة بالندفاع جامد وقبل ما يتكلم سمع صوت تقطيع المريالة تقطعت طبعا عم هايمدل كان عايدة صدم ووشه حمر بس المرة دي مش وشه بس جسمه كله حمر وقفت سرينكيس مش مستوعب على اللي حصل وقالت نفسها انا اول مرة شوف حد لما بتكسف حتى جسمه كله بيحمر جري هايمدل عشان يغير هدومه وقعدت سرينكيس تكل الحلويات ومبسوطة جدا وعجبها قوي ايه حد من وراها وقال لها ايه اللي عجبك قوي كده بصت لقيت هايمدل بشخصيته الليلية اتعصبت وقيت له انت جيت امتى قال لها انت اللي مخطيش بيالك وبتفكري في حاجة تانية وراح بص على الحلويات اللي قدامها سألها انت بتحب الحلويات قيت له لأ ما بحبهاش بس الحلويات دي بالذات عجباني جدا طعمها جميل جدا اتدايق وقرب منها وقال لها عندك اي حاجة تانية بتحبيها جري حلويات استغربت سرينكيس وقيت له شمعنى ابتسم لها وقال لها ما هو لازم نضيف حاجة تانية لقائمة مفضلاتك اللي طبعا ما فيها جري اتعصبت سرينكيس وبعدته عنها وقيت له شوف اللي انت بتعمله وابيد عني اه بالمناسبة انا هتخل القودة بتاعتك في حاجة كنت تسايبها فيها وعايز اخدها قال لها براح تكدى بيتي وراح ميش هايمدال وسبها دخلت سرينكيس والقودة وقعدت تدور على حاجتها ولقيت دفتر هايمدال مفتوح قردت مكتوب لقيته كاتب ما تدورش في حاجاتي وهايمدال النهاري رادت عليه حافظ على هدوم المترتبة ونظيفة قعدت سرينكيس تتحك قلبت الصفحة لقيت مكتوب فيها ما تترددش ان انت تتكلم مع بيس استغربت سرينكيس وفكرت هو اني شخصية اللي كتب كده ومين هي بيس قلبت الصفحة عشان تعرف اكتر لقيته كاتب فيه مشروبات بايزة ما تحاولش انك تشربها رد عليها هايمدال الليلي شربتها غصبة عنك قعدت تتحك وقالت تترطيف قوي كلامهم مع بعض جي هايمدال من جنبها وقال لها انت بتعملي ايه واخد منها الدفتر وقال لها بحدة ليه تحكت لما قريت المكتوب بعدت سرينكيس نظرها عنه وقالت له ما كانش قصدي ان انا شوفها من غير اذنك ده غير انا برضو اكيد ما كانش قصدي ان انا هتحك عليكم حطي ايده على كتفها وقال لها انا مش عايز افكر فيك على انك شخص حقير بيشوف خصوصيات الناس وكمان بيتحك عليها ده غير ان مجرد ان فكرة ان الصبح بتكوني مقربة من الشخص ده بتخليني حكود انا الحارس بتاعك دلوقتي مش عايزك تكوني في خطر بسببه عشانك ما بقتش قابل لا رئيسي ولا زميلي ومسك ايدها جامد علشان كده ما تجرؤيش انك تبدليني بيه بحاول دايما ان خليك تحبيني وحطي ايدها على خده بس ليه انت مش بتستجيبي ليه بعدت ايدها وقالت له بطر الحيال دي رد عليها ماشي هوريكي انا قد ايجت في كلامي هقطع قميسي انتهتشت سرينكيس وقعت له استنى انت بتقطع هدومك ليه ايه علاقة هدومك اساسا بموضوعنا دلوقتي فطح قميسه وقال لها اللي عملتي مع الراجل ده الصبح اعملهولي برضو دلوقتي غالبا كده هايم دا الفاكر ان هي اللي قطعت له هدومه الصبح دماغش مال قوي هايم دا اتعصبت سرينكيس طبعا وفعلت سحرها وضربته تاني يوم راحت سرينكيس عند الانتلا وقعت الانتلا مبسوطة جدا بسبب اللي حصل في المزاد وقعت لها انت وفتي بوعدك ليه وانا كمان هاوفي بوعد ديك او بالمناسبة هونتي تعرف ان الامير التاني راح للمزاد واضح ان دار المزاد دي كانت مرغوبة قوي الامير التاني شخص طمع وجشع وهو واضح علي دلوقتي طمع في دار المزاد فكرت سرينكيس اه قريت عنه في الرواية وافتكر سرينكيس احداث الرواية الامبراطورة عنده ولدين وليه العهد والامير التاني وليه العهد هو بطل الجزء الاول والتاني في القصة الاصلية بس سرينكيس كانت كارها شخصيته جدا كان اكتر شخص بتكرهه في الرواية لانه كان مجرد زر نساء وفي النهاية الجزء التاني هيحب فراه وحيبق مهووس بيها مع انه واسيم بس ده مش هفعلوش لسه بتكرهه غير سرينكيس الموضوع وقالت لانتلا انت جميلة اول نهاردة انت بتقدر انك تغيري وشك بين وقت للتاني صح؟ ردت لانتلا وهي فخورة ايوة عند تقنيات قدر غير بيها مع لمحي بس في الواقع انت اللي قدر يدمر المزايد في ليلة واحدة قدر المفروضة فخر بيك انك جمبي بالمناسبة الراجل اللي انت بتخفيه عندك ده هو ما سرقش مجوهراتك؟ ردت سرينكيس اه قصدق هايم ده ده واقف قدامي باب دلوقتي بيحرص الباب ده مخلص جدا لي عشان كده مش هيسرقني قايت لها الانتلا بيندهاش واو انت كده بتخليني عايزة يقابله اكتر واتعرف عليه كمان سكتت سرينكيس ومردتش قايت لها الانتلا عموما عايزة منك حاجة تانية عايزك تروحي مكان حيكون رحلة عمل في حاجة ما ينفعش اجيبها بنفسي استغربت سرينكيس وقايت لها حاجة انت متعرفش تجيبيها ضحكت الانتلا وردت عليها روح للحي التالت وانت احترفي قصد اين افتكرت سرينكيس لدني لما حضرتها من الحي التالت وقالت لها ما تروحيش هناك خالص دلوقتي لان في حاجات بتدور هناك في الخفة تحكت سرينكيس وقايت لانتلا ابعطيها اللي انت عايزة وانا هروح اتجهلت تماما سرينكيس تحصير سدني لان السعر اللي عرضته لانتلا كان عالي جدا عدى ايام من مقابلة سرينكيس لانتلا وطول الوقت ده كانت سرينكيس محبوسة في محلها ان في عمرها كثير قوي جوم على محلها عشان يتأكدوا من جوهرتهم مزيفة ولا لا بعد طبعا الحصر في دولة المزاد الاولى رغم ان سرينكيس فرحانة جدا لان اخدت فلوس كتير من العملة بس الموضوع كان متعب جدا بالذات انها عارفة ان الموضوع ده مش هستمر وقت طويل ان الامير وريل عاحد اليوم مع علاقة بالمزاد عشان كده الموضوع هيتلم بصرة وهيرجع على المزاد تاني وهي كمان لازم تخطط ازاي حتدفع عن نفسها لما يجي اسلا رئيس المنظمة الليقول عشان ينتقن منها وازاي حتخلي هايم ده اللي يساعدها اكتر ويكون في صفها بالذات ان هو قاعد معا الحد الوالسي اربع سبيع ومش بيسيب البيت خالص ولا بيخرج منه الصبح لما بتيجي تقول ان هو يخرج من البيت الشخصية النهارية بترفض جدا وبتقول لها لا انا مش هخرج من البيت وبالليل لما تيجي تخرج من البيت بيقولها لو عايز تخرجي يخرجي معايا فمش بيسيبها ابدا وهي قاعدة بتفكر جي هايم ده بشخصيته النهارية ولا هنتي كويسة ردت عليه ايوة بس اتعبانة شوية وهما بيتكلم وسمع صوت جرس غريب جدا على الباب اتفاجئ هايم ده بس قامت سرينكيس مبسوطة وقالت اخيرا دلوقتي فيه مريض خاص وضيف مميز جاي لي الجرس ده خاص بالمميزين بس فتحت الباب لقيت حد عجوز لابس عبايا وبيخرج بينجيبه رسالة وبيديها لها خدت الرسالة وقايت له شكرا واختفى الراجل ده تاني سألها هايم ده هو مين ده ردت عليه وهي مبسوطة ده سحر بيعيش في المنطقة تلاتة جاب لي اخيرا الاخبار اللي انا كنت عايزها وبسط الرسالة وهي مبسوطة الرسالة دي دليلي دليلي الايف ايف دي بقى جوهارة مشهورة انها بتمنح الامنيات جوهارة تصنعت من السحر والكيميا وتقدر انها تشفي اي مرض او لعنة بس فيها ميزة تانية نادر جدا اللي بيعرفها هي انها تقدر تخلي الشخص يوصل لاعلى قوته والحاجة دي مش معروفة كتير لان مش اي حد يقدر يستخدم الطريقة دي ممكن الناس تموت وهي بتستخدمها علشان كده كان لازم صائغ محترف بس هو اللي يقدر يتعامل معها فتحت الرسالة لقيت مكتوب فيها ان هو عايز قابلها في المنطقة الثالثة افتكرت سرينكيس كلام لانتلا وسيدني وحاسن ان ده ممكن يكون فخ لان المنطقة الثالثة بدأت تتذكر عندها كتير قوي بس وهي بتقير الرسالة وبتفكر لقيت هايمدال رايح يفتح الباب بحده وسمع تصد صريح عليه قوي بتبص لقيت هايمدال بيصد سكينة الوحدة شعرها بني ولبسها عباية قالت سرينكيس ايه ده بونينا جريت البنت سرينكيس وبعدت عن هايمدال وقيت لها مين ده ده خضني قوي تطلع البنت دي بقى بونينا بونينا خادمة الوحدة من العائلات النبيلة دوكية شيمن مبعوتها من ابنة الدوك شيمن واللي في نفس الوقت بنت عام وولي العهد وكانت تالت مريضة لها وولي العهد كان لها علاقة بالإصابات اللي حصلت لها لما جات تتعالج عندها وبونينا هي وسيلة التواصل مع ابنة الدوك قعدت بونينا وقدم لها هايمدال الشاي بصيت له بونينا وسألت سرينكيس هو ده حبيبك اتنهزت سرينكيس لانها مش فهم وهم ليه كلهم فاكرينه حبيبها كملت بونينا انت ببتحبيش الخدم فأكيد هو مش الخادم وكمان مش مريض فمش واحد من مرضاقي يبقى أكيد حبيبك ردت سرينكيس عادي ممكن يكون ديفي دحكت بونينا وقاليت لها هو فيه ضيف بيصب الشاي وبينطف كده بصيت سرينكيس لقيتها هايمدال بينظف اتعصبت سرينكيس وسعقيت له لأنه هو بينظف وقيت له يبطل تنظيف رد عليها أعمل إيه أنا بعرف أطبه واخسر ونظف أعمل إيه أنا بجد مش مصدقة أن سرينكيس بتتعصب من ده وفي حد بيكره حد ينظف له بصيت بونينا وقاليت لها فهمت انتوا اللي اتنين متجاوزين اتعصبت سرينكيس على الآخر وقاليت لها لأ وخليته يقعد وقدمته على إنه نفقها في السكن ومساعدها كمان قربت منها بونينا وقاليت لها مامتي قاريت لي إن الراجل اللي عايش مع واحدة أكيد هما اللي اتنين متجاوزين بعدتها سرينكيس وقاليت لها ادخلي في الموضوع إيه اللي انتي كتا عشانه خرجت بونينا رسالة وقاليت لها سيدتي بتدعوكي رفضت سرينكيس الدعوة رغم إنها عارفة إن إمنة الدوك ممكن تتدايق خاصة النزيل مرة الخامسة اللي هي بترفضها فيها وهي مجرد واحدة من عامة الشعب ردت بونينا هي حتزعل بس هعمل إيه هبلغها وخلاص قلت لها سرينكيس ما تمشيش عودي تغدي معنا بإنك هنا فرحت بونينا وقام هايمدل خرج مريرة المطبخ من جيبه كأنه أمر عادي جدا والبسها وراح المطبخ شدت سرينكيس المريرة وقالت له انت بتعمل إيه انت ليه لبست المريرة وجبتها منين دي قال لها سيبيني يلبسها أنا حجاهز الغداء بسيت عليهم بونينا وقالت وهي عنيها بتلمع انتوا من اتنين لايقين أو على بعض انتوا حتى بتقسموا الشغل بينكم جيها أندرو وهم بيتخنوا وقال لها إيه دا هم أنتوا اللي اتنين هتتجاوزوا جريت سرينكيس على أندرو وضربته هدها هايمدل وعمل الأكل وقعد هما الأربع يأكلوا ولأن الوقت تأخر باتت بونينا عند سرينكيس وفضلوا الأربع صخرانين وشافوا هايمدل هو بتغير عجب بونينا قوي لما تغير بس لا هي ولا أندرو اندهشوا لأن المجانين اللي زي هايمدل موجودين كتير في الزقاق الخلفي وعد أيام بعد ما مشيت بونينا وجه أخيرا الرسول من عند الانتلا عشان يقول لها مهمتها وهمتها بقى أن في شخص من منطقة الثالثة مديون الانتلا ومديون بمبلغ كبير جدا وكان المطلوب منها أنها تدي لمجاهرات مزيفة وهو يتصرف فيها وكده يختفى الدين بالمهمة دي بس الشخص ده اختفى فجأة الناس اللي حوالي الرجل ده كانوا بيقولوا أنه بيسافر كتير وكمان بيقول حاجات غريبة قبل ما يختفى لما سألوا أنت رايح فين المراضي قالوا منه هو رايح الجنة بس في نفس الوقت مستحيل يكون انتحر لأن في تعهد ممضي مع الناس المدينين مع الانتلا عقد بسحر يمنع أنهما ينتحروا وعلشان اختفاءه ده هيأجله الطلب مع سرينكيس لفترة بعد ما مش المرسل اتنهادت سرينكيس وكرت أنا مش ناقصني مشاكل ودلوقتي اختفاء الناس كمان وعنده أيام وهي مستنيه الخبر من الانتلا عشان ترى في تعمل ايه لسي جيه حد من عند الدكية اللي شغال فيها بونينا وبلغ سرينكيس أن بونينا ما راجعتش الدكية من ساعة ما مشت من عندها يعني عدى خمس أيام من ساعة ما اختفت ودوروا عليها كتير وشكين انها مفقودة اتفاجئت سرينكيس وفكرت في حالة الاختفاء اللي موجودة قرأت سرينكيس للمرسل من الدكية أن حامل الأبحاث ودور عليها مش المرسل وفضلت سرينكيس تفكر ايه اللي ممكن يكون حصل لبونينا جيه هايمدر من وراها وقال لها واضح أنه عندك مشاكل كتير قوي اندهشت سرينكيس في الأول وبعد كده بعدته عنه وقالت له هو انا مش قلت لك أكتر من مرة متقربش مني قوي كده بعد عنا وهو بيتحك وقال لها أنه سمع الكلام اللي قالته للمرسل وأن الخادمة اختفت استغربت سرينكيس أنه هو فاكر بونينا ضحك وقال لها نظراتك مبينة أفكارك أنا فاكرة أن كلامها كان كويس قوي ومش مزعجة وافتكر لما قلت له بونينا أنه هو والسرينكيس لقيقين قوي على بعض لبس السرينكيس المعطف وقررت روح المنطقة الثالثة لبس هو كمان معطفه وقال لها أكيد مش هتروح من غيري أنا المساعد بتاعك ندهشت سرينكيس أنه دهك كلام اللي قالته لهايمدر في النهار والمفروض أن هما الاتنين مش بيفتكروا إيه اللي حصل مع الشخصيات تانية لما لقاها مستغربة قالها هو اللي قال لي هو أنت ما شفتيش دفتر من لحظات اللي حتى نتواصل بيه مع بعض كان كاتب لي رسالة طويلة عريضة عمالي حذرني فيها وقال لي أن أنا متعكيش وساعدك ورح بصيلها هايمدر بحدة بس هو اللي بيقول لنا كده هو مجرد لقيت مش بيعرف أي حاجة وقرب وشه من وشه وهو متعصب وحطي إيده على كتفها ليه لحد دلوقتي عمالي تتعاملي معاه مش عاجبني فكرة ابنك معاته للنهار أنا عايزك ليا لوحتي اتعصبت سرينكس وزاقيته جامد وقيت له مدام أنت غيران قوي كده قم بوجبك لو عايز تمشي امشي أنا سامحا لك تفضل في بيتي بس عشان ساعة تانية بس لو فضلت غيرتك من نفسك من شخصياتك النهارية كده عطحها وحطي إيده على بقها وقال لها لو نطقتي اسمه تاني مش هيبقى كويس لا ليا ولا ليكي وبص على إيده وكمل أكيد الإيد دي برضو لمساتك صح؟ اتنهدت سرينكس من جنونه وفكرت إنها لازم تخلص من إسلا رئيس المنطقة الأولى بسرعة عشان تخلص من هايم دا كمان بسرعة قايت له يالا نشوف اللي وارنا وأخدته للشارع ضايق مزلم واستخدمت الرسالة اللي جات لها من السحر من المنطقة الثالثة واشتعلت النار في الرسالة فظهر فيها كتابة مخفية وتعويزة وسحر ونقلهم السحر دا لمكان تاني بص هايم دا الحواليه وقال إيده إيه المكان دا؟ دا عامل زي مختبر لسحر مجنون وهايم دا لو سرينكس بيبصوا جوها المختبر خرج من وراء الباب ولد صغير ومع قطة مفزوعة من هايم دا ومرتبك سألها أنت ليه ميش لوحدك؟ هو دا وقبل ما يكمل قطعته سرينكس وقالت له قبل ما تقول أي حاجة دا مش حبيبي قال لها بعصبية أمان مين؟ كل البشر خطرين وبيدمروا البيئة والعالم وهم محور الشر بصيت له سرينكس بسخرية وقعت له بجد أنا كنت فاكرة إن دا اللي بيعملوا السحر ولمش عاوزين قال لها جامد لأ إحنا مش مجانين ومش عايزين ندمر العالم منعرف من سرينكس إن دا بقى تيتس مريضها الخامس موهوب جدا في تاكسيت السحر الأسود مع إنه اضطرد من مجموعة المش عاوزين بس لسه السحر الأشهر في المنطقة 3 بس بسبب إنه تهاجم ثقة عدمت في البشر وبقى عام درهاب اجتماعي قرب منها هايمضل وقال لها أعتقد إن الوقت جيه علشان تكشفها عن علاقتنا اتفزعت سرينكس لإنها حاست إنه هيقول أكيد كلام ملوش لازمة جات لسرينكس فكرة وقعت للسحر اعتبر الراجل دا حيواني الأليف بالضبط كده زي قطتك قطتك بتقعد على كتفك وتروح معك في كل مكان الراجل دا برضو معي في كل مكان اتفزعت سحر وقال لها بجد بس دا إنسان قايت له صدقني الراجل دا جوهرة حقيقية دا حتى الانتلا مهتمة بي اتطمن السحر بس اشترت إنها هايمضل يدب السوار قبل ما يدخل السوار دا فيه سم بيئة 14 أفيل لبسه هايمضل ورحمة عسرينكس وراء السحر قال لها هايمضل بسوط وطي ما تسكش فيه أنت متعرفيش حتى إمتى هيتقلب عليك هي دي عادة السحر لو عايزة أنا ممكن أتشير السوار دا قايت له إيه وعا تعمل كده أنت بجنون ضحك وقال لها أنا عارف إنك هتعالجيني كده كده دخلوا القضة تانية مع السحر قاعدت سرينكس وقايت له هايمضل يعد بس قال لها إزاي جوهرة ممكن إنها تعد عارفت سرينكس إنه بالتريق عليها فاتجهلته وبصت للسحر وقايت له إن العيلة الملكة بتدور حوارين المكان اتعصب شوية بس قال لها كويس أنا كده كده ما بخرجش الفترة اللي فاتت من البيت وراح فعى السحر وعمل حاجز حواليهم هما اللي اتنين بس عشان هايمضل ما يسمعهمش قال لها معلش بس أنا مش عايز جوهرتك تسمع الكلام اللي بيننا دي حكيت سرينكس وبعا كاسة قالتوا بجدية انت لقيت إيف قال لها وهو مرتبك هي مش في إيدي تلوقتي بس أعرف مكانها إيف جوا مقر منظمة دينية جديدة في المنطقة تريتا المنظمة دين تشرت من المنطقة تريتة لمنطقة خمسة قيتلو إزاي هي مش سيدة المنطقة أربعة حكم سيطرتها لمنطقتها إزاي دخلو قال لها ودل حصل قاتلت كل اللي حاول يندملهم من منطقتها وكل اللي حاول يدخل منطقتها برضو قاترتهم علشان كده هم ناشطين بس في المنطقة تريتة والمنطقة خمسة رئيس المنطقة تريتا مش مهتم بيهم أساسا وسيما بيتجمعهم مرتين في الأسبوع بيجمعوا عدد كبير قوي من المتطوعين وبياخدوهم لما كان مش معروف وتاني يوم الصبح الناس بتلاحظ ان عدد المتطوعين دول قل اما بقى بقيت المتطوعين اللي رجعوا مش على لسانهم غير كلمة واحدة انهم عايزين نروح الجنة ساعتها اتأكدت سيرينكيس ان الشخص المديون للي انتلا اختفى بصابة الطائفة دي وبدأت تخاف اكتر على بونينا عرفت سيرينكيس من السحر ان الاجتماع الجاي للطائفة هيكون النهاردة فكررت انها هتروح خذرها السحر وقال لها انها ما تراش نفسها للخطر بالذات ان ايسر رئيس المنطقة الاولى واحد من رأساء الطائفة دي حكت له وقيت له ما تخافش انت عارف قدراتي وفتكر سيرينكيس لما علكت السحر ولاحظ انها من عالة ايدن بس سألها انه مش هقول لحد لانها هي سعدته قامت سيرينكيس وخرجت من الحاجز بس جرت وراها القطة ولعبت معيها دي حكت سيرينكيس وقايت لها انت ريسة لطيفة كده مسكها هايمدل من ظهرها ومسك ايدها وحطاها على وشه قايت له انت بتعمل ايه رد عليها بقى من حركات لطيفة هو انا مش جوهارة وحيوان اليف وسيم ضربته سيرينكيس على وشه وقايت للسحر ان هما حيمشوا بصرهم السحر وهو مزهول من تصرفتهم اتنكر سيرينكيس وهايمدل عشان يروح لمكان الطائفة واتنكروا على ان هما احباء وفيدل هايمدل يناديها عزيزتي رغم ان اتفاقهم يناديها باسم تاني وكمان عمالي قالد هايمدل بشخصيته النهارية جيت متنرفزة قوي بس ما كانتش عارفة توقفه عشان ما يتكشفوش يعني عم هايمدل مستغل الموقف لأقصى درجة المهم بقى ان هما عشان يوصلوا للطائفة رموا في النفورة عاملات ذهبية ورح فجأة ظهر لهم كهن وقال لهم على الطائفة ووعدهم ان هما لو جم معي هيديهم لبسوا بأكل وفلوس كتير مثلهم اللي اتنين ان هو اقنحهم ووافق ان هما يروحوا معي اديهم تذكرة وقال لهم ان بعض الخطبة الدينية هتكون في حفلة ممتعة جدا وفعلا راحوا الخطبة اللي كانت كلامها كله فارغ بس كانوا بيجذبوا الفقراء عن طريق مساعدتهم وبعض خطبة طويلة عريضة الناس نعمتوا هايمد تسمحها يهكيهن كبير مع صندوق وقال ان الصندوق ده جواه وقال ان الصندوق ده جواه رقم تذكرة حد من الموجودين والصندوق ده صندوق مقدس اللي هيختاره حينزع لي البركة والمساعدات وخرج من الصندوق رقم واحد من الموجودين فعلا وكان فرحان جدا وبقيت الحاضرين متضايقين انه مجاش رقمهم ومستنيين الاجتماعات الجاية ممكن يطلعوا في السحب المرة الجاية المهم بقى ان الكهنة اخدوا الفايز ومش وترع دي الطريقة اللي بيختفي بها الناس يجمعوا الناس ويختاروا واحد ما بينهم على انه فايز وبعد كده يختفي من جير محد الشوكي فيه رمض سرينكس جوهار التطبع وراء الرجل اللي اتاخد عشان تعرف ايه اللي هيحصله بعد ما اتاخد بعد برمضة الجوهارة مسك هايم دال ايدها وبسها ولاها ايدك بردة قوي يا عزيزتي بس كالعادة طنشته سرينكس واخد الكهنة كل الناس وودهم مكان شبهة الابرة كده وده حيكون مكان الحفلة وقسمهم كسمين الناس اللي جات قبل كده والناس اللي لسه جديدة هايم دال وسرينكس كانوا عايزين يروحوا مع الناس اللي جم قبل كده بس ما همش العلامة اللي تثبتوا ان هم جم قبل كده خرجوا من الحجد واستخبوا من غير ما حد يشوفهم لحد ما الصادق هديد وكهن اخدوا الناس ومشيه وهم لسه مستخبيين همس هايم دال في ويدن سرينكس وقال لها هنعمل ايه في موضوع العلامة اندهشت سرينكس والشاة احمر وبعدت عنه وقعت له انت بتعمل ايه رد عليه وهو كأنه يعيني مش قصله حاجة قال لها انا عملت ايه انا بس ما كنتش عايز حد يسمعنا اتعصبت بس ما رقيتش حاجات قلهله ميشت قدامه وقعت له عندي طريقة عشان ندخل وقال لها تسرقى علامة الدخول من واحد لا هايمدت بسخرية لما طلعت البطاقة انت كنت دايما بتميل للناشلة كده قالت له كده كده مش احنا اللي حنستخدمها احنا هندخل من فتحات التهوية وهنعمل نسخ خير لتاخد مكاننا وهي بتتكلم عن فتحات التهوية وبتشرحها له كأنها متعودة تستخدم فتحات التهوية دي قال لها انت بتتكلمك كأنك استعملت الطريقة دي قبل كده لا قاسف ما اعتقدش انك استخدمت الحركة دي عشان تتسللي اعتقد انك استخدمتها عشان تهربي بسطت له سرينكيس واستخدم من سحر الطيران عشان تطلع للفتحات ومدت ايدها لي وقالت له بطر كلام ويلا بينا ميسك ايدها والتاريع عليها وقالت صوت القطة كأنه حيوانها الأليف استفازل سرينكيس بس برضو مكايتش عارفة تتغلب على استفزازه ليها خلاص اتعودت تلقوا الفتحات التهوية وصلوا للمكين اللي تم فيه إلقاء الخطبة ولقوا كهن شعره أبيض ما كانش موجود من الأول وقعد الكهن ده يكنحهم من الجنة على الأرض ولو مش وراه هيوصلوا لها وظهر لهم جوهر التسجيل فيها راجل ساكم ابتورة انضم لهم من أشهر وبسبب إيمانه راح للجنة ولما رجع من الجنة بقى شخص مختلف تماما وفعلا ظهر لهم واحد مليان عضلات وقوي ورجله سليمة قعدت الناس تهلل وفرحانة وخرج الكهن جوهرة وقال ده دليل النعم على الأرض وترعت الكوهرة دي جوهرة إيف إلا سرينكيس عايزيها بعد ما ورهم الجوهرة خل مجموعة كهنة يرجعوها تاني مكانها فيد سرينكيس وهايمدر يسحفوا جوه الممرات متابعين الكهنة وهم في الممرات قال لها هيمدر ان الكهنة دول عايزين بس من الناس ان هما يعبدوا مجرد انقطاع كان هم بيتعاملوا مع عبيد سكت سرينكيس وقفت أول ما سمت كدمت عبيدهم على محط غيرت لاحظ هيمدر وناديها ردت عليه سرينكيس اللي هما بيعملوا ده مجرد غسل دماغ العبيد بيتسيطر عليهم وبتحبسوا في مكان مظلم وبيتعذبوا عذاب لا نهائي وتفتكر نفسها وهي صغيرة لما أخدها المعبد والدوكت بدناها كي بتتضرب وتفضل في غرفة مصدبة ما فيهاش نور تقعد تضرب في الباب وتقول أنا أسفى أنا أسفى يا أبي أرجوك رد علي أنا حكون كويسة في الدراسة من دلوقتي وتفتكر لما كان دمها مزوقة على الحيطة والأرض وبتعيط وبتتوسل له وهي جعانة وعطشانة بعدما قاعدت أيام من غير أكل وشرب وخوفها من إن فريا ممكن يحصل فيها كده برضو خرجت سرينكيس من أفكارها وفويت نفسها لأن ده مش الوقت المناسب لتفكيرها ده وبصت على هايم دارس كان لاحظ أو اتكلمت بأي حاجة بصوت عالي من أفكارها بس رقيته قاعد يبص عليها كأنه بيتفرج على مسلسل وما سألهاش أي حاجة وما سألهاش هي بتفكر في إيه وغير الموضوع وسأله هوا أنت بتستخدم سحري دلوقتي خلي بالك إنك لو استخدمت السحر جهاز تكشف عند الكنيسة هيكشفك مفهمتش سرينكيس اللي جاب الموضوع ده دلوقتي بس قايت له عموما ده أمر مش مهم قدرية السحرية مش بتخضع لأجهزة كشفة رد عليها واو أنت سحرك ده جميل قوي قايت لهوا كويس بس السحر متهد مجرد ما هيعرفوا القدرة دي هتسجل في الدولة ويسجنوني وحيستعملوني كإني أداة شفة زي العبد تماما علشان كده ما أقدرش أكشف عن قدرتي إن أنا باش في المرضى لأنهما مش هيسبوني في حالي وهموا بيتكلموا لقيت الجوهرة اللي قدامها اللي بتشيل لمكان الجوهرة إيف بتشاع جامد ده لإن الكهنة اتقسموا النصين نص خد إيف ومشي في طريق ونص التاني خد الناس اللي حيودهم الجنة وودهم لمكان تاني ما بقيتش سرينكيس عارفة تروح لأنهي اتجاه اللي مسكين الجوهرة ولاتجاه الكهنة بس أخدت قرارها وقررت تروح ورا الناس عشان تعرف إيه سواب قضية الاختفاق دي بالذات إن هيكل المبنى على شكل مربع وأكيد هيروح لغرفة جنب القوضة اللي فيها الناس بسط من فتحة التهوية لقيت الكهنة وصلوا الناس لقوضة فيها كهن تاني كده وقعد يكلمهم وفجأة كل اللي جم قغم عليهم استغربت سرينكيس وقالها يمضل صحيح تردوني حقنا على أسس إنها واحدة من خطوات العبادة قال الكهن لكهن تاني إنه يبدأ الفرز واللي مش محتاجينه يقضي عليه خرج الكهن جوهرة شبه الجوهر اللي بتستعملها سرينكيس فيها سحر شكت سرينكيس إن ده معناه إنه ممكن يكون في سحر بينهم والكهن بيفحص اللي مغم عليهم لقوا واحد اللي هم عايزينه قال الكهن الأعلى إنه هو ينقلوا للوحدة المركزية عند رئيسهم كده كده هم عيتنقلوا خلال أسبوع لأنه هم لقوا خلاص الناس اللي هم عايزينهم وطلب الكهن من كهنة تانيين إنه هم يدخلوا القوضة وقال لهم ينقلوا دول لورفة الإنعاش وفعلا جم كهنة تانيين وشالوهم وودهم لمكان تاني المكان ده في المنطقة تلاتة ومقرهم مش بعيد عن مختبر السحة بديتس وهما بيتكلموا داخل الراجل اللي عرضوا الكهن في قطة العرض على إنه راح الجنة كان داخل بيت رعش وشكله غريب أخدوا الكهن وقال له ما تخافش أو أنت حقيقة حاولت توجي بنا عموان ما تخافش كده كده ده بديلك وشاول على الراجل اللي الكهن استخدم عليك جوهرة وعجبهم خف الراجل وقال بديلي وقبل ما يكمل ضربوا الكهن على دماغه وقال له مش محتاج شخص بيتكلم بكلام مروش لازمة طول ما هو ماشي وقرب منه كهن تاني وقال له إن المركيز هيجي النهاردة رد الكهن الأعلى أصدق مركيز سيلت صدمت سرينكيس وترعشت وفكرت هو ده جاي هنا ليه مسكها يمضل إيدها وقال لها إيه دي أدركت الموقف اللي هي فيه لإن السقف خفيف ولو اتحركت شوية ممكن تقع فلازم تركز وتاخد بالها ده مش وقت الانتهاش وفكرت سرينكيس إنه كويس إنه هيمضل معيها وفكرت سرينكيس في المركيز رد سيلت المركيز رد سيلت ده بقى قويته مساوية قوة الدوق عيلة بقالها أكتر من 200 سنة وكانت سمعتهم كويسة كعيلة مستقيمة وعدلة بس محدش يعرف إنه في الآخر بيطلعوا بيخطفوا الناس بس استغربتوا إنه هم متورطين مع الطائفة الدينية دول وهي بتفكر سمعت الكهنة بيتكلموا إنه فيه شائعات إنه مليل عهد متنقر وعمال يتجول في المكان فرح الكهنة الكبير وقال للأمير دي أخبار حلو قوي قال له الكهنة التانية إزاي أخبار كويسة وقف الكهنة الكبير وغير الموضوع وقال له إنه هو ياخد الراجل اللي ضربه ويحطه في المكان التاني وفعله سحر وظهر قوضة تانية وراء المكتبة زي السجن كده فيها ناس محبوسين والمكان مليان دم وناس ميتة كتير أخد الكهنة الراجل ودخلوا القوضة واتقفل وراها من مكتبة مرة تانية وسرينكيس بص على القوضة ومزهولة وعملها تفكر حاست بهايمدل هو ماسك إدها جامد بصت عليه لقيت عين ولونها أحمر وشبه عين التعبان كأنه بقى وحش أول ما شافت سرينكيس المكان إشمقزت من ريحة الدم والمنظر وشايف الراجل اللي عمالي عاية وهو بيتجرر السجن والناس اللي شكلها غريب ساعتها أدركت إن دول نصفه وخوش وهي بتفكر لايت هايمدل ماسك إدها جامد بيتنادي لايت عين لونها أحمر وشبه عين التعبان اللي بيطرت فرستو خافت سرينكيس بس حاولت تهدي نفسها لأنها فهمة إن المنظر اللي شافوا ده استفزوا وهيكون أمر خسير جداً لو شك فيها إنها عارفة عن أنصف الوحوش وممكن يهاجمها كمان عشان كده لازم تخفي إنها عارفة بأي وسيلة قايت له بهدوء هايمدل يلا بينا نتحرك ميزيك إدها جامد وقال لها أنت عارفة إيه ده؟ قايت له مش عارفة دحك وقال لها ده النصف وحوش والمكان ده اسمه المصنع ورجعت عينه تاني اللونها القصي اللي غيرته سرينكيس بالسحر لما جمت منكره وقال لها أنت شفتي حاجة توحش أول نهاردة أنا آسف يلا بينا نمشي فضل يمشي في الممرات لحد ما لقوا المكتب اللي فيه جوهرة إيف استخدمت سرينكيس جوهرة تانية تشوف فيه سحر في المكان ولا لأ بس تدعي أن فيه سحر اللي مهاجمة أي حد يدخل المكتب اترددت سرينكيس في أنها تاخد الجوهرة لأنه لو تقابد عليها دلوقتي حتكون في ورطة وبسط لهايم دل وسائلته عن الحراس اللي واقفين على الباب مهارتهم عاملة إزاي؟ رد عليها أن فيه أربعة حراس موجودين على الباب اتنين قويتهم متوسطة وواحد عادي جدا بس فيه واحد منهم قوي جدا بس الأربعة مش فرسان فكر سرينكيس مش معقولة وظفه مرتزقة المفروض أن قاعدة المرتزقة في المنطقة الخامسة وعشان توظف شخص متوسط أو مستوع عالي بيحتاج فروس كتير قوي وهم موظفين أربعة أكيد دي قوة المركيز روسيلت وكررت إنها مداخدش الكوهرة دلوقتي واكتفت بس بحط سحر يتعقب عليها سألها هايم دل إزكانت هتنزل بس ردت عليه النغاراتهم النهار ده بس كان إن هم يتحققوا من وجودها وهي موجودة وهم كده كده هيرجعوا لها تاني وقبل ما تكمل كلامها حاسوا بهتسس جميل جدا قال لها هايم دل إن الاهتزاز ده جاي من السقف بتبصي تاني على المكتب لقيت مجموعة مقنعة استخدموا جهاز تعطيل السحر ودخلوا المكتب يعني حرامية تانيين بس الفرق إيه بقى؟ إن الدول ملافتش نظرهم الجوهرة اللي بيدوروا عليه بس هو الورق وسرينكيس بص عليه ومستغربة إن هما مجوش عشان الجوهرة فاجأة جيها هايم دل من وراها وحضنها وقال لها إحنا هنسيبهم كده؟ ردت علي وإحنا مالنا كده كده محدش عارف عن وجودنا في نفس الوقت بعد ما لقوا الحرامية التانية للورق اللي هما عايزين وجوم ينسحبوا الأداة اللي استخدموها عمل صوت عالي جدا دخلوا الحراس اللي كان بحروس المكتب ومعهم صحرة وهجموا عليه ومعرفوش يهربوا بس قد المقنعين المستندات اللي واحد فيهم وقالوا إن هو يهرب الأول بالمستندات وقفوا يمنع الحراس إن هما يجروا وراه جي السحر يستخدم السحر بس أداة تبديد السحر اللي مع الحرامية التانين منعته أعجبت أوي سرينكيس اللي بص على اللي بيحصل كإنها وتتفرج على مسلسل بالأداة دي فضلوا الحراس والحرامية التانين يقتوا بعض وسرينكيس كانت هتستغل الدوشة دي عشان تهرب بسهولة بس تشال قناع واحد منهم وترع الشخص ده بقى الإيد اليومنا اللي انتلا أول ما شافته اندهشت وسألت هايمدال إذا كان فيه أي دعم للحراس جاي ولا لأ إنه حاسس بوجود عدد كبير قوي جاي بس لسه في الدور اللي تحت قايت له يلا بينا إحنا محتاجين نساعدهم المقنعين دول تبع اللي انتلا واضح إنها محتاجة حاجة من هنا ولو سأعتهد الوقت هيكون لنا بطاقة مضمونة قدام نستخدمها وبعض إنقاذهم هنهرب على طول وقبل ما تكمل كسر هايمدال فتحة التهوية ونط ونزل على المكتب وقال كويس المكان هنا واسع ومريح وبص يا ناحيتها فوق وقال له وهو بيتسم ليها وبمادت إيده ليها يلا انزلي يا حبي نزل السرينكس وشالها سألته هايمد عصبة انت عملت ده بقصد صح؟ قال لها طبعا عزيزتي ما كنتش هتقدر تنزلي جير كده انت اتفاجئتي صح؟ غالبا كده هم فاكرين ان هم في الكوكب لوحدهم أسانا كل اللي في المكتب سابوا الكتال وبصين عليهم مظهورين ومش لقين كلام يقولوه طبعا نزلوا فجأة واتفتح عليهم مسرح رومانسي من اللا مكان هم كانوا رسا أسانا في كوكب أكشن المهم بقى ان سرينكس طلبت من هايمدال انه يقضي على الحراس في 40 ثانية بس قبل ما الدعم يوصل وفعلا هجم واحد على هايمدال وهايمدال طياره من جر حتى ما يكون مع سكينة وأخذ السيف بتاعه وقضى بيه على بقيته الحراس مع عضى أكواهم اللي كان بيقاتل ساعتها مساعد لانتلا ساعتها بقى الحارس ساب المساعد وجري يهاجم هايمدال قربت سرينكس من المستندات اللي وقيت على الأرض وقالت لمساعد لانتلا شريكك اللي ادهاجم لسه ما ماتش بسرعة أخوض المستندات وزميلك اللي وقع وأخذت سرينكس شوية مستندات معيها حاول يسألها مساعدها يمين بس ما كانش فيه وقت قربت سرينكس من السندوق اللي فيك جوهرة بس أول محضت إيدها لقيت عليه سحر قوي جدا وعور إيدها فكرت سرينكس إنها عارفة إنها كده كده مش هتاخده النهاردة فكويس قوي إنها حاطت عليه سحر التتبع بالذات إن بعد اللي حصل النهاردة أكيد الطائفة دي هيغيروا مكانهم وهيروحوا المكان تاني جيه من وراءها هايمدال وقال لها عزيزتي أنا خلصت بصت سرينكس وهي متفاجأة بكرت بجد بالسرعة دي قايت له خلاص إلا بينا نخرج كده كده مش حارف أخد الجوهرة النهاردة وفعلا خرجوا كلهم بسرعة وكان باقي بس عشر ثواني على مجيه الحراس بس برضو قابلهم في الطريق استخداموا سرينكس السحر عشان ينقلهم كلهم لمكان تاني بس إلاحظوا واحد من الحراس ده وحاول يهجم عليها بس يجري عليها هايمدال وحضنها واتفعل السحر وتنقلوا كلهم لمكان تاني لما وصلوا لمكان تاني كان سحر التنقر اختفى ورجعوا تاني لشكلهم الأصلي اندهش مساعد الانتلا قبل ما شافها احكيت له وقيت له ازايك اتقابلنا قبل كده صح؟ بصيلها بحدة جدا قايت له ميلك بتبصري بنظرات مشبوهة كده ريه قال لها ممكن تديني المستندات اللي معاكي خرجت هالو وقايت له قصدك دي لأ مش عايزة في حاجة تخلينا سلمها لك اتعصب عليها وقال لها انها مجرد موظفة عند الانتلا بص ردت عليه سرينكيس انها موظفة عندها بس لما الانتلا بتستأجرها وده مش الحال دلوقتي برغم انها هو الانتلا حلفاء الا ان هم اللي اتين عارفين ازاي يفرقوا بين العام والخاص يعني حبايب اه بس الشغل شغل وثالتوا سرينكيس وما كانوا جايين عشان ايه بالزغل بص رفت يجاوب عليها وما جاوبش بس غير رأيه لما هددته انها هتحرق الورق قال لها ان ده كان امر من لانتلا ان هم يتابعوا مصور زي من المنطقة الاولى ولما حققوا وراء اكتشفوا اللي في الورق ده ان ليه علاقة بالطائفة وان هم بيخفوا الناس وبيعملوا عنهم تجارب ولقوا كمان جسس مرمية على الباب الخلفي للمكان اللي هم كانوا فيه دلوقتي فكرت سرينكيس ان ده لو اتكشفوا الورق اتعرف وتسلم للنبلاء اللي ضد اسلة ساعتها اسلح هيتقضي عليه تماما ومش عالف يخرج منها مش هيبقى ابدا زي موضوع تصوير المنجوهرات واي استقراطي معاه هيتعالض يضرب القضية وساعتها حتى العيلة الملكة مش هتعرف تتسطر عليه تاني زي حادثة در المزاد لان ده حيكون موضوع حساس قوي بالذات لولي العهد اللي المنصب بتاعه لسه في خطر وسرينكيس كانت عارفة ان الانتلا هتعرف تستخدم الورق ده احسن منها بس كانت عايزة برضو تعرف معلومات اكتر لان اكيد تحققاتهم دي اعرفوا منها معلومات كتير قوي لما حصل مساعد انها مش هتدير المستندات حذرها من انها تكون عدوة الانتلا وقال لها ان الانتلا عارفة فين موقع منظمة دينية وان هما بيتكلموا مع بعض برموز والرموز دي حلها معهم هما وان الجوهرة اللي اخدت اوهابك جمع المستندات وموجودة دلوقتي في جبها وقبل ما يكمل اندهش وقعت لها جوهرة في جبي وحضت ادها في جبها ولاقت حقيه في جوهرة ما ادركتش خالص انها اخدت جوهرة كفعل لا ارادة وهي بتاخد المستندات قال لها الجوهرة دي هي اللي حم نستخدمها عشان ندخل مكان المنظمة واللي معاك دي نصها بس والنص التاني معايا دلوقتي ولازم تستخدم النصين يعني بد مختصر كده لو عايزة حاجة من المنظمة دي انتي محتاجينها فاحسن ندينا المستندات قلت له سرينكس حلو جدا يبقى خلاص قولي الانتلا انها هتيجيب نفسها وتاخدها هابقى سعيدة جدا وانا مستنياها واستخدمت سحر وتنقل وانتقرت هي وهايمدر لمكان تاني طبعا كل المحاصة المهمة اللي فاتت تمته هايمدر حاضن سرينكس ومس سايبها من ساعتها المهم انهما بعد ما انتقلوا مسك هايمدر ايدها اللي الجرحت لما كاد بتحاول تمسك سندول المجوهرات اللي فيه ايف قال لها انت قزيتي نفسك وانت بتحاولي تنقذي او غادل انتلا لو كنت عارف كده كنت كسرتي ايد الحراس دول بدل من انا ضربتهم بالراح بعدته سرينكس وقايتله هتفضل لحد امتى حاضنني كده رح قرب منها وحضانها تاني والشاح مرة وقايتله انت مش هتسبني بقى همس في ادناها وقال لها دلوقتي لما اجي فكر في الموضوع هو احنا لسه بنتواعد ردت عليه ده كان بس لعب ادوار اليوم واحد قال لها انت مش عايزة ده ينتهي لسه صح يا سيدات الصغيرة بعدت عنه وقالت له انت تعلمت الكلام ده فين ردت عليها ممكن ده بسبب الغريسة بس ما تخفيش مش بعمل ده مع كل بص عليها وهي مسكة ادها المجروحة وقال بصوت واطي هي ما سمعتهوش انا مش عاجبني انه واضح انك متعودة انك تحس بالقلم وسألها انت ليه مش بتشفي نفسك ردت عليه انها بتحاول تدين نفسها وقت عشان جرحها يشفى براحته وفيدل يقرب منها وهي تبعد قال لها انت خايفة مني وقرت انها تعبانة بعد المجودة اللي عملته بس هو فيه لسه طاقة يزعجها ولسه الطريق طويل للبيت وطور الطريق هو هيقعد يضايقها قرب وشه منها وسألها انا كنت كويس النهار ده صح قايت له ايوه رد عليها وهو مبسوط كويس انك مش بتكدبي مسك دقنها وقال لها استمر في العمل الجايد في المستقبل ايه رائك في المجاملة مش صعبة صح عشان كده اتمنى انك تفضلي لطيفة معي وقبلها هايمدال وكمل كده هحب ان انا قديري كل اللي في قلب المرة الجاية بعدته انا وقيت له بطل تقول حاجات غريبة ويبعد عني وما تقربش انت كده كده خلاص خط اللي انت عايزه صح اللي هانت عارفة اللي انا عايزه بس عاملة نفسك مش عارفة حاجة انا مكنتش عارف انك هتسمحيلي ان انا اقبلك وقبل خصلة من شعرها وكمل شعرك زي لون جزع الشجرة في ضوء الامر وهنا هناخد كنبلة الموسم ان هايمدال مش عارف شكل سرينكس الحقيقي لانها بتستخدم سحر يزهرها بشكل مختلف في عين كل واحد بيشوفها يعني هايمدال شايفها شعرها بنية وبشكل واندرو جارها شايفها شعرها احمر وبشكل تاني وسيدني شايفها بشعر اصفر وبشكل تالت وهكذا فكده لما تيجي تهرب محدش عارف يوصلها لاني ملهاش شكل محدد والشكل اللي هايمدال شايفه دلوقتي ده هو شكلها الحقيقي قبل ما تتجسد اتدقى تسرينكس وفكرت ايه اللي بفكر فيه ده كده كده العلاقة دي مزيفة من البداية واضح ان انا مفتقدة دفق الناس اكتر من لانا فاكريا عموما كده كده علاقة دي هتنتهي قريب لازم اميز بين العمل وحياتي مسكت وشه وقايت له ماشي بس لو عايز تاخد مجملات زي اللي بتقولها دي يبقى تظهر لي وش لائق وشه هو مش وشك انت قصدها طبعا هايمدال النهاري اتعصب هايمدال وقال لها مع الاسف حظك سيء لان ده صعب جدا قلت له عموما كده كده انا وهو بنقضي وقت ممتع مع بعض ما عنديش مشكلة تقبلني تاني اصلا وهو ما عملناش ده مرة واحدة ولا مرتين كدبها اوي سرينكس هايمدال النهاري كان زمانه مات لو قبلته اساسا اتضايق هايمدال وتعبيره اتغيرت قلت له سرينكس يلا بين الروح قال لها ان هو عنده مكان تاني يروحه هيروح يشوف رجاله ظهر حوالي دخان اسود ومشي اندهشت سرينكس لانها شافت الدخان الاسود ده وفكرت انه ممكن يكون في ساحر اسود بين رجاله بس هي ما تعرفش اي حاجة عن رجاله ان في الرواية كل اللي كان مذكور انه هو شرير الاخير والموزن بالرئيس لكل المؤامرات بس ما تشرحش ابدا مدى قوته بس انه هو عمل حاجات مجنونة كتير عشان كده الحاجات الوهيدة اللي تعرف عنه انه عنده اشخاص بيتتابعون ورجعت بيتها ونامت وفكرت انه هما بقالهم اسابيع مع بعض بدرجت انها حاسة بالغرابة لما دخلت تنام من جير ما حد يقول لها ليلة سعيدة في نفس الوقت رأى هايم ده اللي مكان تاني قابله في واحد قال له ايه ده عد وقته طويل قوي بقى صعب قوي ان احنا نشوف وش الرئيس الايام دي وقال له انه هو مش عارف يعمل حاجة من غيره وانه بقاله معاه عشر سنين وخدم مخلص ليه بس دلوقتي كل ما يشوفه بيلاقيه بيتسور في بيت سرينكس وبيطبخ وبينظف ويسعيدة كمان في شغلها قطوى هايم ده وقال له المنطقة التالتة عايزين نخلص من المنطقة الدينية دي اتعصب بيث وقال له قلتلك بطل تتكلم معايا كده هو انا كلبك بصره هايم ده بحدة وقال له انت مش عارف ان الحيوانات لو ضربتها مش هتسمعلك علشان كده مش بضربهم اترعب بيث وقال له خلاص حامل اللي انت عايزه سأله بيث اش معنا المنظمة دي قال له هايمدر ان المصنع اتبنى مرة تانية ونيعرف بقى ان المصنع ده اللي بيتعامل فيه انصف الوحوش وانصف الوحوش دول اللي ورسوا دم الوحوش بس العرق ده اختفى من زمان قوي بس اتوردوا مرة تانية بشكل عشوائي بعد ما فضل دم الوحوش في دم الناس وتورس وهايمدر واحد من الناس دي اللي في دمها دم وحوش المصنع بقى هو المكان اللي بيتعامل فيه التجارب على النص الوحوش دول والاشخاص اللي نجوا من المصنع ده فيها علامة رهيبة بتدل عليهم وهو الدخان الاسود بالاول لما الناس بتشوفوا بيتلغبطوا بينه بين الصحر والسود عشان كده هم مش معروفين قوي بس مع الوقت بيتعرف ومع الوقت كمان انصف الوحوش دول بيتحولوا الوحوش كاملة وبيفقدوا شكلهم من البشري بعد ما بتعامل عليهم كل التجارب دي وكلهم بيكون في هدف واحد بس متفقين عليه هو انهم قبل ما يموتوا بسبب القصار الجانبية او يتحولوا الوحوش كاملة لازم ينتقموا قال له بيت ان هو هيروح يتسلل ويعرف المعلومات ومحتاج معه ثلاثة كمان قال له هايمدل المركيز روتسيلت هو اللي ورا الموضوع وانه مش هيروح معاه فهم بيت ان هو اكيد مش هيروح معه بسبب سرينكس قال له بيت ان هما مستعدين عشان ينهو حياة لانتلا ومش هياخد وقت طويل قبل ما يبقى هو رئيس المنطقة وسأله ان تناول نفس الخطة امتى قال له هايمدل بعد ما نضرب المصنع فضل هايمدل في المكتب عشان لما يطلع الصبح ويتغير بشخصيته النهارية يفضل في المكتب وما يروحش عند سرينكس لانه هو شخص مسؤول جدا فاول ما هيشوف الاوراق دي هيقعد يساعد اتباعه لحد الليل ويرجع تاني لشخصيته وكده ضامن ان الشخصية النهارية مش هتشوف سرينكس افتكر هايمدل قبلته مع سرينكس وهلي الامر حقيقي بقى ممتع جدا الصبح بقى في بيت سرينكس فضلت مستنية هايمدل بشخصيته النهارية وطبعا ما جاش بس اللي جيه بداله حد تاني لين تلا كده الموسم الاول خلص وهرجع لخص المنهوها تاني اول ما ترجع مرة تانية عزاكم تقوللي بقى ايه رأيكم في المنهوها دي وقصتها كمان وعمل قصت ازايها ولا لا استنوني في المنهوها الجاية مش هتأخر عليكم باي